بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا عنوان الكتاب تلبيس ابليس للامام ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي حققه وخرج احاديثه وعلق عليه محمد علي ابو العباس الناشر مكتبة القرآن بنصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم احمد عزة تقديم الحمد لله حبب الينا الايمان وكره الينا الكفر والفسوق والعسيان والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للانام وعلى اله وصحبه اهل العين والعرفان وبعد فعدوة ابليس للانسان بدأت بامتناعه عن تكريم اول انسان ورفضه وعسيانه لامر الواحد الديان بالسجود لادم عليه السلام قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو طارها الثالثة والعشرون والمئة وهو يستخدم كل الطرق والحيل فيوسف في صدور الناس من غير ان نراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون الاعراف السابعة والعشرون وكتاب تلبيس ابليس من اشهر كتب الامام ابن الجوزي حيث اوضح وبين فيه كل الطرق ابليس المتشعبة وسب له الملتوية التي يلبس بها على الانسان ويبعده عن طريق الرحمن وقد حذرنا الله منه فقال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم البقرة الثامنة والستون بعد المئتين ولابليس طرق عديبة في الباس الشر لباس الخير والخير لباس الشر حتى نبث على العلماء والزهاد والعباد ومن يدعون التصوف ويخالفون الشريعة والهدي الإسلامي الصحيح وقد ذكر ابن الجوزي قصصا غريبة وحكايات عديبة لتلبيس ابليس مفندا وساوسة ومبطلا دسائسة ومحذرا ومنبها ومخوفا من خطر هذا التلبيس ومن البدع والابتداع والبعد عن السنة الغراء كما رغب ووعظ وبيّن وجه الصواب وارشد الى اقوى من السبل على بصيرة واقتناع وقد عشت مع الكتاب فوجدت فيه المتعة والفائدة الجمة بهذا الاسلوب البسيط مما دعاني الى ان ابذل جهدي في تحقيق هذا السفر الجليل وارجو ان اكون قد وفقت في حسن الاختيار راجيا التوفيق الدائم من الكبير المتعال ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الاعراف الـ 96% والله اسأل ان ينفع بهذا الكتاب وان يثيبنا ويثيب المؤلف اجزل الثواب والله عنده حسن الثواب العمران شيخ الامام العلامة الحافظ المفسر شيخ الاسلام مسخرة العراق ابو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد ابن علي بن عبيد الله ابن عبد الله بن حماد ابن احمد ابن محمد بن جعفر ابن عبد الله بن القاسم ابن النضر ابن القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم ابن محمد ابن خليفة رسول الله ابي بكر الصديق القرشي التيني البكري البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف ولد ببغداد سنة عشر وخمسمائة تقريبا وقيل سنة ثمان وخمسمائة وقيل سنة تسع وخمسمائة توفي ابوه وله فلاسة اعوام فربته عمته وكان اقاربه تجارا في النحاس فلما ترعر حملته عمته الى ابن ناصر فاسمعه الكثير وزمع من ابي القاسم ابن الحسين وابي عبد الله الحسين ابن محمد البارع وعلي ابن عبد الواحد الدينوري واحمد ابن احمد المتوكلي واسماعيل ابن ابي صالح المؤذن والفقيه ابي الحسن ابن الزاغوني وهبة الله ابن الطبر الحريري وابي غالب ابن البناء واسماعيل ابن السمرقندي وانتفع في الادب بصدط ابن الخياط وابن الجوالقي وغير هؤلاء حدث عنه ولده الصاحب محيد دين يوسف وولده الكبير علي الناسخ وثبته الواعظ شمس الدين يوسف صاحب مرآة الزمان والشيخ موفق الدين ابن قدامة وابن النجار وابن خليل وابن ضياء وابن عبد الدايم وخلق سواهم حديثه عن نفسه يتحدث ابن الجوزي الى ابنه ابي القنس مبينا تجربته في الحياة فيقول واني لا اذكر لك بعض احوالي لعلك تنظر الى اجتهادي او تسأل الموفق لي ان اكثر الانعام علي لم يكن بكثبي وانما هو تربية اللطيف به فاني اذكر نفسي وليا همة عالية وانا في المكتب وليا نحو ست سنين وانا قرين الصبيان ثم رزقت عقلا في الصغر يزيد على الاشياخ فما اذكر اني لعدت في طريق معصبي ولا ضحك ضحكا خارجا حتى اني كنت وليا سبع سنين او نحوها احضر رحبة الجامع ولا اتخير حلقة مشعبذ بل اطلب المحدث فيحدث بالمزمر فاحفظه فارجع الى البيد فاكتبه ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة واتفرجون على الجسر وانا في زمن الصبا ااخذ خبزا واقعد حجزة من الناس الى جانب الرقة فاتشاغل بالعلم ثم الهمت الزهدى فساردت الصوم وتشاغلت بالتقلل والزمت نفسي صبرها فاستمرت واحببت السهر ولم اقنع بفن واحد من العلم بلكنت اسمع الفقه والوعظ والحديث واتبع الزهاد ثم قرأت اللغة وهي الله لي اسباب العلم وبعث الي الكثب من حيث لا احتسب ورزق لي الفهم وسرعة الحفظ وجودة التصنيف ولم يعوز شيئا من الدنيا ووضع لي في قلوب الخلق من القبول فوق الحد فقد اسلم على يدي نحو مئتين وقيل تاب في مجالي اكثر من مئة الف حاشية عن كتاب لفتة الكبد الى نصيحة الولد للمؤلف تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم انتهت الحاشية منزلته ومكانته يقول عنه الذهبي في اسير اعلام النبلاء كان رأسا في التذكير بلا مدافعة يقول النظم الرائق والنسر الفائق بديها ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب لم يأتي قبله ولا بعده مثله فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة وكان بحرا في التفسير علامة في السير والتاريخ موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه فقيها عليما بالاجماع والاختلاف جيد المشاركة في الطب ذات فنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف مع تصون والتجمل وحسن الشاردة ورشاقة ولطف الشمائل والأوصاف الحميدة ما عرفت أحدا صنف ما صنف ويقول صاحب معجم المؤلفين من مؤلفاته الكثيرة المغني في علوم القرآن واجامع المسانيد وبستان الوعظين والموضوعات وقد سئل ابن الجوزي عن عدد تصنيفه فقال زيادة على ثلاثمائة وأربعين مصنفا منها ما هو عشرون مجلدا وأقل وقد أوصى أن يسخن الماء الذي يغسى به بعد موته بما جمع من براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك فكفت وفضل منها لأن ما كتبه بخطه من كراريس لا يكاد يقبله العقل لكثرته إذا قيس بمدة حياته ابن الجوزي الواعظ أحب الواعظ ولهج به وبرع فيه منذ صغره فكان مجلسه من أكبر المجالس وقد هدى الله على يديه الكثيرين ولذا يقول الشيخ موفق الدين المقدسي كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في الواعظ ويقول ابن كثير عنه تفرد بفن الواعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترسيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعية وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وديزة سريعة الفهم والإدراك بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة هذا وله في العلوم كلها اليد الطولة ومن واقفه في الوعظ أنه التفت إلى ناحية الخليفة المستضيء وهو في المجلس فقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك وإن قول القائل لك اتق الله خير لك من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم كان عمر بن الخطاب يقول إذا بلغني عن عامر لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم وكان يوسف عليه السلام لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قرقر أو لا تقرقر والله لا ذاق عمر سمنا ولا سمينا حتى يغصب الناس فبكى المستضيء وتصدق بمال كثير حاشية قرقر بطنه صوت من جوع وغيره انتهت الحاشية ومن أحسن أجوبته النادرة ما يحكى عنه أنه وقع نزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرج فأقام شخصا يسأله عن ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك فقالت السنة هو أبو بكر لأن ابنته عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الشيعة هو علي لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته وهذا من لطيف الأجوبة وقفة مع شعره لأبي الفرج أشعار كثيرة قيل إنها نحو عشر مجلدات وقد وصفها ابن خلكان بأنها أشعار لطيفة ولقد تأثر الناس بشاره حكاما ومحكومين فقد سمع أمير المؤمنين المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت جاره ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك فجعل المستضيء يمشي في قصره ويقول إي والله وترعى عين غيرك في ديارك وجعل يكذرها ويبكي حتى الليل ومن شعره قوله وهو يتحدث عن همته وطموحه ما زلت أدرك ما غلى بل ما على وأكابد النهج العسير الأطول تجري بي الآمال في حلباته جري السعيد مدى ما أملا أفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا ثوايا توصلا وتغلغلا لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وثألته هل زار مثلي قال لا وله في كتب التراجم أشعار كثيرة محنة وانتقاد تعرض ابن الجوزي في أواخر حياته لمحنة آذته وآلمته ونغصت عليه عيشه ولكنه تلقاها بالصبر والحمد والشكر فقد وشى به بعض الناس إلى الخليفة الناصر فنفي إلى واثط بعد إهانته والختم على داره وتشتيت عياله ولقد انتفع أهل واثط بعلمه واستفادوا إلى أن عفي عنه فعاد إلى بغداد كما انتقده السمعاني بأنه يحب أن يقع في الناس ورد عليه ابن الجوزي في كتابه المنتظم ثم انتصر ابن الأثير لشيخه السمعاني وذكر أن ابن الجوزي كان كثير الوقيعة في العلماء كما أن اليافعي انتقده ورد عليه وحط من مقداره لأنه أنكر على علماء الباطل وطعن فيهم وعلى كل فلكل إنسان قادح ومادح وكل إنسان يأخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريفة محمد صلى الله عليه وسلم وفاته صعدت روحه إلى بارئها بعد هذه الحياة الحافلة بهذا الخير الكثير والعلم الغزير وذلك في ليلة الجمعة الثاني عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ودفن بعد حمله إلى مقبرة الإمام أحمد بن حمل رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء مخطوطة الكتاب طبع الكتاب عدة طبعات وله بدار الكتب المصرية حوالي ست مخطوطات وقد اهتمدنا في التحقيق على مخطوطة محذوفة الأسانيد ليسفل على القارئ الاستيعاب وهي تحت عنوان مباحث إسلامية طلعت سبعة وخمسون وثلاثمائة ثمانية وعشرون وثلاثمائة صاد مايكرو فيلم رقم سبعة وثلاثين بعد عشرة الآلاف بخط العبد الضعيف حسن بن عبدالله في سنة أربع وتسعين وألف وتحت رقم ستة وأربعمائة وأربعة وتسعين ومائتين صاد مايكرو فيلم برقم ثلاثة وثمانين وعشرة آلاف مباحث إسلامية طلعت أيضا وقد قارنت بين الطبعات للوقوف على سلامة وصحة مختلفة فيه بالزيادة والنقصان مع تصحيح ما خلف قواعد الإملاء منهد التحقيق سرت في تحقيق الكتاب على النحو التالي واحد ذكرت أرقام الآيات وسورها بجوار الآيات مباشرة مع التشكيل اثنان خرجت الأحاديث مبينا الصحيح منها وغير الصحيح وتعرضت للآثار أيضا ثلاثة فاسترت الغامض من الكلمات بالرجوع إلى قواميس اللغة أربعة قمت بالترجمة لبعض الأعلام من الرواة وغيرهم وأعرفت مواضع البلدان خمسة وضعت تعليقات لبعض المواقف التي تحتاج إلى تعليق ستة قدمت للكتاب لدراسة مجزة عن الإمام بن الجوزي تبين مكانته ومنزلته والله أسأل أي وفقني لما يحبه ويرضاه ويمنحني القبول والسداد عليه توكلت وإليه أنيب المحقق جاءت بعد ذلك صفحتان للمخطوطة الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة مصورتان تبينان خط الناسخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب أحمده حمد من يعلم أنه مثبب الأسباب وأشهد بوحدى نيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب وبين للناس ما نزل إليهم وأوضح مشكلات الكتاب حاشية سدل الثوب سدلا أرخاه وأرسله انتهى وتركهم على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب حاشية السرب المسلك في خفية وبيت في الأرض والسراب ما يرى في نصف النهار واشتباد الحر كالماء في الصحراء انتهت الحاشية فصل الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أعظم النعم على الإنسان العقل لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه والسبب الذي يتوصل به إلى تصبيق الرسل إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بوعثت الرسل وأنزلت الكتب فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس ولما ثبت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة سلم إليهم واعتمد فيما يغفى عنه عليهم ولما أنعم الله سبحانه على هذا العالم الإنسي بالعقل افتتحه الله بنبوة أبيهم آدم عليه السلام فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابيل بهواه فقتل أخاه ثم تشعبت الأهواء بالناس فشردتهم في بيذاء الضلال حتى عبدوا الأصنام واختلفوا في العقائد والأفعال اختلافا خالفوا فيه الرسل والعقول اتباعا لأهوائهم وميلا إلى عاداتهم وتقليدا لكبرائهم فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فصل اعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي وأقابلوا الأمراض بالدواء الشافي وتوافقوا على منهاج لم يختلف فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبه وبالدواء سم وبالسبيل الواضح جردا مضلا حاشية جرد المكان جردا خلا من النبات فهو أجرد وجرد وجرد انتهت الحاشية وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة وبدع قبيحة فأصبحوا يعبدون الأصنام في البيت الحرام ويحردمون السائبة والبحيرة والوصيلة والحام حاشية السائبة هي النقة المنذورة تسيب فترعى حيث شاءت فلا يمسها أحد بسوء والبحيرة هي التي تنجب خمسة أبط أبط أخرها ذكر فيحرم ركوبها وتشق أذنها ولا تطرد عن ماء ولا مرعا والوصيلة الشاه التي إذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم أما الحام فهو الفحل الذي نتج من صلبه عشرة أبط فلا يركب ولا يحمل عليه ويترك للآلهة وقد أشرت الآية القرآنية إلى ذلك في تحريمهما أحل الله قال تعالى ولقراءة الهامش قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون المائدة الآية الثالثة بعد المئة وانتهت الحاشية ويرون وأدى البنات ويمنعون الميراث إلى غير ذلك من الضلال الذي سوله لهم إبليس فبتعف الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فرفع المقابح وشارع المصالح فسار أصحابه معه وبعده في ضوء نوره سالمين من العدو وغروره فلما انسلخ نهار ودودهم أقبلت أغباش الظلمات فعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيق سبيلا ما زال متسعا ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعا حاشية الغبش بقية الليل وظلمة آخره انتهت الحاشية ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح فرأيت أن أحذر من مكايده وأدل على مصايده فإن في تعريف الشر تحذيرا عن الوقوع فيه ففي الصحيحين من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني حاشية البخاري في الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة الجزء الثالث عشر صفحة الثامنة والثلاثون ومسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين في الصفحة الحادية والخمسين وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني فقيل وكيف فقال والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها حاشية في إسناده الحسين بن عبد الله المدني قال فيه الحافظ ضعيف من الخامسة مات سنة أربعين ومئة أو بعدها بسنة التقريب الجزء الأول صفحة السادسة والسبعون والمئة التهذيب الجزء الثاني صفحة السادسة والتسعون بعد المئتين وانتهت الحاشية فصل وقد وضعت هذا الكتاب محذرا من فتنه ومخوفا من محنه وكاشفا عن مستوره وفاضحا له في خفي غروره والله المؤين بجوده كل صادق في مقصوده وقد قسمته ثلاثة عشر بابا ينكشف بمجموعها تلبيسه ويتبين للفاطن بفهمها تدليسه فمن انتهض عزمه للعمل بها ضج منه إبليس والله موفقي فيما قفط وملهمي للصواب فيما أعد حاشية التلبيس لا بسا عليه الأمر التبث واختلط واشتبه التدليس دلت البائع كتمعيب السلعة عن المشتري والدلس الخديعة في نسخة والجماعات وستأتي انتهت الحاشية ذكر تراجم الأبواب الباب الأول في الأمر باللزوم السنة والجماعة حاشية في نسخة والجماعات والأصوب ما أثبتناه انتهت الحاشية الباب الثاني في ذنب البدع والمبتدعين الثالث في التحذير من فتن إبليس ومكائده الرابع في معنى التلبيس والغرور الخامس في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات الثالث في ذكر تلبيسه على العلماء في فنون العلم السابع في ذكر تلبيسه على الولاة والسلاطين الثامن في ذكر تلبيسه على العباد في فنون العبادات التاسع في ذكر تلبيسه على الزهاد العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية الحادي عشر في ذكر تلبيسه على المتدينين بما يسبه الكرامات الثاني عشر في ذكر تلبيسه على العوام الثالث عشر في ذكر تلبيسه على الكل بتطويل الامل انتهى الوجه الاول الباب الاول الامر للجوم السنة والجماعة عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما خطب خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد حاشية صحيح الترمذي في الفتن تاب ما جاء في لزوم الجماعة برقم خمسة وستين ومئة بعد الالفين احمد في المسند اللزو الاول الصفحة الثامنة عشرة الحاكم في المستدرك الاول الرابعة عشرة بعد المئة ابن ابي عاصم في السنة الثامنة والثمانون والسابعة والتسعون والثمانمئة السلسلة الصحيحة للالباني برقم ثلاثين واربعمائة وانتهت الحاشية وعن جابر ابن سمره قال خطب عمر الناس بالجابية فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال من احب منكم ان ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد حاشية صحيح احمد صحيح احمد صحيح احمد في المسند صلى الله عليه وسلم من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد حاشية صحيح ابن ابي عاصم في السنة السابعة والثمانون والثامنة والتسعون والثمانمئة انتهت الحاشية وعن عبد الله بن دينار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد حاشية صحيح كالاحاديث السابقة وبحبوحة الجنة اوسطها وخيارها والجمع بحاديح وتفسير الجماعة كما قال التلميذي عند اهل العلم هم اهل الفقه والعلم والحديث وانتهت الحاشية وعن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة حاشية ضعيف بهذا اللفظ السيطي في جمع الجوامع وعزاه للتبراني في الكبير عن عرفجة في الجزء الاول الصفحة الثامنة والتسعين والتسعمائة ولكن صح الجزء الاول منه التلميذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم ستة وستين ومئة بعد الالفين وصحيح الجامع برقم خمسة وستين وثمانية آلاف وانتهت الحاشية وعن اسامة ابن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة فاذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يغتطف الذئب الشات من الغنم حاشية ضعيف بهذا اللفظ السيطي في جمع الجوامع حيث عزاه للطبراني في الكبير وبمقانع في الافراد وابو نعيم في المعرفة في الجزء الاول صفحة الثامنة والتسعين والتسعمائة وصح الجزء الاول منه انتهت الحاشية وعن عبد الله قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خطع يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل حاشية صحيح احمد في المسند الجزء الثالث صفحة السابعة والتسعون والثلاثمائة والحاكم في المستدرك الثاني الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة والتبريزي في مشكات المصابيح الصفحة السادسة والستون والمائة وابن ابي عاصم في السنة السادسة عشرة والاية من سورة الانعام الثالثة والخمسون والمائة وانتهت الحاشية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشات القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعام والمسجد حاشية ضعيف أحمد في المسند في الجزء الخامس الصفحات الثانية والثلاثين والمئتين الثالثة والثلاثين والمئتين والثالثة والاربعين والمئتين التبريزي في مشكات المصابيح برقم اربعة وثمانين ومئة ضعيف الجامع للالباني برقم سبعة وسبعين واربعمائة والف القاصية المنفردة عن القطيع البعيدة عنه الناحية الجانب والجهة والجمع نواحن وانحية والمقصود أن الشاعة تأخذ جانبا دون القطيع أما الشعاب فمفردها الشعب وهو انفراج بين الجبلين وانتهت الحاشية وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لم يجمع أمتي إلا على هدى حاشية موضوع أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة الخامسة والأربعون والمئة وضعيف الجامع الصفحة السادسة والثلاثون والمئة انتهت الحاشية وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثمتين وسبعين ملة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي حاشية حسن الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم واحد واربعين وستمائة بعد الألفين والتبرزي في المشكاة برقم واحد وسبعين ومئة صحيح الجامع للألباني برقم ثلاثة واربعين وثلاثمائة وخمسة آلاف وانتهت الحاشية قال الترمذي هذا حديث غير مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وروا أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتين وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حاشية صحيح رواه أبو داود في السنة باب شرح السنة برقم سبعة وتسعين وخمسمائة واربعة آلاف وأحمد في المثند في الجزء الرابع في الصفحة الثانية بعد المائة وابن أبي عاصم في السنة أرقام واحد اثنان خمسة وستون وصحيح الجامع برقم واحد واربعين وستمائة بعد الألفين والسلسلة الصحيحة برقم أربعة بعد المائتين وتجارى أصلها تتجارى حذفت منها التاء الأولى أي تدخل وتنتشر تلك الأهواء بين معقوفتين البدع والكلب مرض معدن يعرف برهبة الماء ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية إلى الإنسان وغيره انتهت الحاشية وعن عبد الله قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة حاشية الدارمي في المقدمة باب كراهية أخذ الرأي الجزء الأول الصفحة الثانية والسبعون والحاكم في المستدرك وصححه وواثقه الذهبي الجزء الأول الصفحة الثالثة بعد المائة وانتهت الحاشية وعن عبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فصابت عيناه من خشية الله فتمسه النار وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من جتهاد في إخلاث حاشية رواه أبو نعين في حلية الأولياء في الجزء الأول الصفحة الثالثة والخمسين بعد المائتين وعرد في نسخة أخرى خير من جهاد في غير سبيل وسنة وهو الموافق لما في الحلية انتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة حاشية في إسناده الحسن بن أبي جعفر الجفري البصري ضعيف الحبيث مع عبادته وفضله من السابعة مات سنة سبع وستين ومئة التقريب اللزو الأول صفحة الرابعة وستون والمئة الضعفاء الكبير الصفحة السبعون بعد المائتين وانتهت الحاشية وعن أبي العالية قال عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا قال عاصم فحدثت به الحسن قال قد نصحك والله وصدقك حاشية رفيع بن مهران الرياحي فقة كثير الإرسال أي أبو العالية من الثانية مات سنة تسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين وقيل بعد ذلك التقريب الجزء الأول الصفحة الثانية والخمسون والمئتان وهذا في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهني في الجزء الثاني الصفحة الثامنة عشر بعد المائتين وانتهت الحاشية وعن الأوزاعي قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وثعهم حاشية حاشية عبد الرحمن ابن عمر ابن أبي الفقيه ثقة جليل من السابعة مات سنة سبع وخمسين ومئة التقريب الجزء الأول صفحة الثالثة والتسعون والأربعمائة وانتهت الحاشية وعن الأوزاعي قال رأيت رب العزة في المنام فقال لي يا عبد الرحمن أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقلت بفضلك يا ربي وقلت يا ربي أمتني على الإسلام فقال وعلى السنة حاشية انظر حليات الأولياء لأبي نعيم في الجزء السادس الصفحة الثانية والأربعين والمئة والثالثة والأربعين والمئة وانتهت الحاشية وعن سفيان قال لا يقبل قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة حاشية أبو نعيم في حلية الأولياء الجزء السابع الصفحة الثانية والثلاثون انتهت الحاشية وعن يوسف بن أثباط قال حاشية يوسف بن أثباط اتصف بالورع والمروءة فكان غاية في التواضع والزهد توفي سنة تسعين ومئة ونيف الطبقات الكبرى للشعرانية الجزء الأول الصفحة الثانية والخمسون والثالثة والخمسون وانتهت الحاشية وعن يوسف بن أثباط قال قال سفيان يا يوسف إذا بلغك عن ردل بالمشرق أنه صاحب سنة فبعث إليه بالسلام وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه صاحب سنة فبعث إليه بالسلام فقد قل أهل السنة والجماعة حاشية انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء السابع الصفحة الرابعة والثلاثين انتهت الحاشية وعن حماد بن زيد قال قال أيوب إني لا أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي حاشية حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثالث الصفحة التاسعة انتهت الحاشية وعن أيوب قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله تعالى بعالم من أهل السنة حاشية الحدث الصغير السن والأعجمي الذي لا يفسح ولا يبين كلامه وهذا في إثناده أيوب بن سويب ضعفه أحمد وابن معين وقال ابن المبارك ارمي به وقال البخاري يتكلمون فيه الضعفاء الكبير الصفحة الحادية والثلاثون والمئة انتهت الحاشية وعن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أي آخي صاحب سنة يحمله عليها حاشية نسك تزهد وتعبد والنسك كل حق لله تعالى انتهت الحاشية وعن يوسف بن أسباط قال كان أبي قدرية وأخوالي روافض فانقذني الله بسفيان حاشية القدرية قوم ينكرون القدر ويقولون إن كل فعل للإنسان هو إرادته المستقلة عن إرادة الله تعالى وقد سموا قدرية لإثباتهم ذلك للعبد ونفيه عن الرب وقيل ذكرهم به مخالفوهم فقالوا القدرية مدوس هذه الأمة وهذه الفكرة دخيلة في الإسلام إذ قيل إن أول من تكلم في القدر رجل من العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الدمشقي أما الرافض فمفردها الرافضة وهي شرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيدا بن علي حين نهاهم عن الطعن في أبي بكر وعمر لأن أوليهم رفضوا زيدا بن علي حين نهاهم عن الطعن في أبي بكر وعمر وانتهت الحاشية وعن معتمر ابن سليمان قال دخلت على أبي وأنا منكثر فقال لي ما لك قلت مات صديق لي فقال مات على السنة قلت نعم قال تحزن عليه حاشية في إسناده أحمد بن العباس الهاشمي قال الدارا قطني متروك وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به وقال ابن عدي حدث بمناكير الضعفاء والمتروكون للدارا قطني الصفحة الحادية والستون انتهت الحاشية وعن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء حاشية سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجه من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس مات سنة احدى وستين ومئة له اربعا وستون سنة التقريب الجزء الاول الصفحة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية وعن ابن ابي بكر ابن عياش قال السنة في الاسلام اعز من الاسلام في سائر الاديان حاشية في اسناده جعفر ابن عبد الواحد قال الدار قطني يضع وقال ابن عدي يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات وقال ابن حبان كان ممن يسرق الحديث ويقلب الاخبار الضعفاء والمتركون الصفحة الرابعة والاربعون والمئة وانتهت الحاشية وعن الشافئي قال اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن 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 الجنيد رحمه الله قال حاشية قال الا على عن الفرقة حاشية حاشية الباطلة ورد ورد محدثات الامور برقم سبعة عشر والرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به انتهت الحاشية وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل امرا ليس عليه امرنا فهو عد حاشية صحيح فتح الباري حيث عزاب ابن حجر بهذا اللفظ الى الدار قطني في الجزء الخامس الصفحة السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة ويروى بلفظ من عمل عمل مسلم في الاقضية باب نقض الاحكام برقم سمانية عشر امتهت الحاشية اخرجاه في الصحيحين وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رغب عن سنتي فليس من حاشية صحيح رواه احمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة وابن ابي عاصم في السنة في الصفحة الثانية والستين وانتهت الحاشية انفرد باخراجه البخاري وعن عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر ابن حجر قال اتينا الارباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه التوبة الثانية والتسعون عن عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر ابن حجر قال اتينا الارباض ابن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه سورة التوبة الآية الثانية والتسعون فسلمنا وقلنا اتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا فانه من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حاشية صحيح التدميذي في العلم باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع برقم 76 بعد الالفين وابو داود في السنة باب في لزوم السنة برقم سبعة بعد 604 الالاف وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم 44 وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الـ 26 والـ 27 والـ 27 والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة الـ 96 والـ 97 وصحيح الجامع للألباني برقم 49 وخمسمائة بعد الالفين وانتهد الحاشية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فارطكم على الحوض ولا يختل جل رجال دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أخرجاه في الصحيحين حاشية صحيح البخاري في الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتن الجزء الثالث عشر الصفحة الخامسة عشر ومسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته الصفحة الثانية والثلاثون وانتهت الحاشية وعن عبد الله بن محرز قال يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة حاشية السيطي في الأمر بالاتباع الصفحة الرابعة والعشرون أبو نعيم في الحلية الجزء الخامس الرابعة والاربعون والمئة الدارني في المقدمة الجزء الاول الخامسة والاربعون وانتهت الحاشية وعن معمر قال كان طاوس جالسة حاشية طاوس بن كيسان اليماني الحنياري مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاوس لقبه ثقة فقيه فاضل من الثالثة التقريب الجزء الاول الصفحة السابعة والسبعون والثلاثمائة انتهت قال كان طاوس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء فادخل طاوس اصبعيه في اذنيه حاشية المعتزلة ثرقة من المتكلمين يخالفون اهل السنة في بعض المعتقدات على رأسهم واصل ابن عطاء الذي اعتزل باصحابه حلقة الحسن البصري انتهت الحاشية فادخل طاوس اصبعيه في اذنيه وقال يا بني ادخل اصبعيك في اذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فان هذا القلب ضعيف ثم قال اي بني اسدد فما زال يقول اسدد حتى قام الاخر وعن عيسى بن علي ابضبي قال كان رجل معنا يختلف الى ابراهيم فبلغ ابراهيم انه قد دخل في الارجاء فقال له ابراهيم اذا قمت من عندنا فلا تعد حاشية ابراهيم ابن يزيد النخعي ثقة الا انه يرسل كثيرا من الثانية مات سنة ست وتسعين التقريب الجزو الاول الصفحة السادسة والاربعون المرجئة فرقة الاسلامية لا يحكمون على احد من المسلمين بشيء بل يرجئون الحكم الى يوم القيامة ومن اقوالهم لا يضر مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة انتهت الحاشية وعن محمد ابن داود الحدائي قال قلت لسفيان ابن عيينة ان هذا يتكلم في القدر يعني ابراهيم ابن ابي يحيا فقال سفيان عرف الناس امره وسل الله له العالية العافية حاشية سفيان ابن عيينة الهلالي الكوفي الامام الحج ثقة حافظ فقيه الا انه تغير حفظه باخرة وكان ربما دلس عن الثقات من رؤوس الطبقة الشامنة مات سنة سمان وتسعين ومئة التقريب الجزء الاول الصفحة الثانية عشرة بعد الثلاثمئة الاسلامي مدني رافضي جهمي سئل مالك عنه اكان ثقة في الحديث فقال لا ولا في دينه وذكره ابن عيين في التاريخ في الجزء الثاني الصفحة الثالثة عشرة فقال كان كذابا وقال احمد تركوا حديثه قدري معتزلي يروي احاديثة ليس لها اصل وقال البخاري كان يرى القدر وكان جهمية تاريخ الثقات للعجلي الصفحة الثالثة والاربعون وهذا اورده السيطي في الامر بالاتباع حيث ذكره هو والذي قبله والذي بعده في الصفحات السابعة والعشرين والثامنة والعشرين انتهت الحاشية انتهى الشريط الاول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب وعن صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين وانا شاهد ففتح بابا من ابواب القدر فتكلم فيه فقال ابن سيرين اما ان تقوم واما ان نقوم حاشية في اسناده صالح بن بشير المري قال البخاري منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين ودرحه ابن حبان الضعفاء الكبير الصفحة الثالثة والعشرون والسبعمائة انتهت الحاشية وعن سلام ابن ابي مطية قال قال رجل من اهل الاهواء لأيوب اكلمك بكلمة قال لا ولا نصف كلمة حاشية ابو نعيم في الحلية الجزء الثالث الصفحة التاسعة وسيطي في الامر بالاتباع الصفحة الثامنة والعشرون انتهت الحاشية وعن ايوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادة الا ازداد من الله عز وجل بعدا حاشية هو ابن ابي تميمة كيسان السختياني بفتح السين وتجديدها السختياني ابو بكر البصري ثقة من كبار الفقهاء العباد مات سنة احدى وثلاثين ومئة التقريب اللزء الاول صفحة التاسعة والثمانون وعراضه السيطي في الامر بالاتباع في الصفحة الثامنة والعشرين وابو نعيم في الحلية في اللزء الثالث الصفحة التاسعة انتهت الحاشية وعن سفيان الثوري قال البدعة احب الى ابليس من المعصية المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها حاشية ابو نعيم الحلية الجزء الثابع الصفحة السادسة والعشرون السيطي في الامر بالاتباع الصفحة الثامنة والعشرون انتهت وعن مؤمن ابن اسماعيل قال مات عبد العزيز ابن ابي رواد وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفحة فصف الناس وجاء الثوري فقال الناس جاء الثوري فجاء حتى خلق الصفوف والناس ينظرون اليه فجاوز الجنازة ولم يصلي عليه لانه كان يرمع بالارجاء حاشية عبد العزيز ابن ابي رواد صدوخ عابد متفق على توثيقه اخرج له الستة تاريخ الثقات برقم عشرة بعد الالف وقد روا هذه القصة العقلي في الضعفاء الكبير برقم 63 وابو نعيم في الحلية في الجزء السابع الصفحة التاسعة والعشرين انتهت وعن سفيان الثوري قال من سمع من مبتبع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروة عروة وعن سعيد الكريري قال مرضى سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديد فقيل له ما يبكيك انت جزع من الموت قال لا ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فاخاف ان يحاسبني ربي عليه حاشية سليمان ابن بلال التيمي مولاهم ثقة من الثامنة التقريب اللزو الاول الصفحة الثانية والعشرون والثلاثمئة اورده الزيوطي في الامر بالاتباع في الصفحة الثامنة والعشرين انتهت وعن محمد ابن بكر قال سمعت فضيل ابن عياض يقول من جلس الى صاحب بدعة فاحذروه حاشية الفضيل ابن عياض من اكابر الصلحاء كان ثقة في الحديث اخذ عنه خلق منهم الامام الشافعي وكان شيخ الحرم المكي توفي سنة سبع وثمانين ومئة طبقات الصوفية الصفحة السادسة بعد الاربعمائة والالف انتهت الحاشية وعن عبدالصمد ابن يزيد قال سمعت فضيل ابن عياض يقول من احب صاحب بدعة اخبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه حاشية ابو نعيم في الحلية اللزء الثامن الصفحة الخالفة بعد المئة انتهت وعن عبدالصمد قال سمعت الفضيل يقول اذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق الاخر ولا يرفع لصاحب البدعة الى الله عز وجل عمل ومن اعان صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام وسمعت رجلا يقول للفضيل من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها فقال له الفضيل من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة واذا علم الله عز وجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعة رجوت ان يغفر الله له سيئاته حاسية هذه الاقوال كلها ذكرها السيوطي في الامر بالاتباع الصفحة الثامنة والعشرون والتنسعة والعشرون انتهى قال المصنف وقد رويا بعض هذا الكلام مرفوع فعن عائسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام حاسية رواه السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة التاسعة والثمانين والمئة وهو ضعيف والتبريزي في المشكاة في الصفحة التاسعة والثمانين والمئة وضعيف الجامع برقم تسعة وثمانين وثمانمئة وخمسة الاف والعجيب ان ابن الجوزي قد اورد لهذا الحديث ثلاثة طرق في كتابه الموضوعات ثم علق عليها قائلة هذه الاحاديث كلها باطلة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوعات الجزء الاول صفحة السبعون والمئتان والحادية والسبعون بعد المئتين انتهت الحاشية وقال محمد بن النظر الحارفي من اصغى بسمعه الى صاحب بدعة نجعت منه العصمة ووكل الى نفسه حاشية ابو نعيم في الحلية الجزء السابع الصفحة السادسة والعشرون والرابعة والثلاثون والسيوطي في الامر بالاتباع الصفحة التاسعة والعشرون انتهت الحاشية وعي يونس ابن عبد الاعلى حاشية يونس ابن عبد الاعلى ثقة من صغار العاشرة ماذا سنة اربع وستين ومئة التقريب الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثمانون والثلاثمئة انتهى وعي يونس ابن عبد الاعلى قال قال صاحبنا يعني الليف ابن سعد لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته فقال الشافعي انه ما قصر لو رأيته يمشي على الهواء ما قبلته حاشية السيوطي في الامر بالاتباع الصفحة التاسعة والعشرون انتهت وعن بشر ابن الحارف انه قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي حاشية هو بشر ابن الحارف ابن عبد الرحمن ابن عطاء ابن هلال المروزين ابو نصر الحافي الزاهد الجليل المشهور فقة قدوة توفي سنة 27 ومائتين التقريب الجزء الاول الصفحة الثامنة والتسعون وبشر ابن غياث المريسي ابن ابي كريمة كان ابوه يهوديا واصله من بغداد كان يقول بخلق القرآن في ايام الرشيد فتوعاده الرشيد بقتله فاقام متوارية وقيل انه مات ببغداد سنة ثمانية عشرة ومائتين تاريخ ثقات الصفحة الثالثة والخمسون والمائة البداية والنهاية الجزء العاشر والصفحة الحادية والثمانون بعد المائتين انتهت عن بشر ابن الحارف انه قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وانا في السوق فلولا ان الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا الحمد لله الذي اماته هكذا هكذا قولوا قال المصنف حددت عن ابي بكر الخلال عن المروزي عن محمد بن سهل البخاري قال كنا عند الفريابي فجعل يذكر اهل البدع فقال له رجل لو حدستنا كان اعجب الينا فعضب وقال كلامي في اهل البدع احب الي من عبادة ستين سنة حاشير الفقير العلمة المحدث ابو بكر احمد بن محمد هارون البغدادي الحنبلي صنف في السنة والعلل والجامع مات سنة احدى عشرة وثلاثمائة عن نحو ثمانين سنة ومحمد بن سهل ابن عسكر التيمي مولاهم ابو بكر البخاري ثقة من الحادية عشرة مات سنة احدى وخمسين عمائتين التقريب الجزء الثاني الصفحة السابعة وستون والمئة ومحمد بن يوسف الفريابي متفق على توثيقه اخرج له الجماعة تاريخ الثقات في الصفحة الثامنة والثمانين بعد الخمسمائة والألف التقريب الجزء الثاني صفحة الثانية والاربعون والخمسمائة انتهت الحاشية قال كنا عند الفريابي فجعل يذكر اهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا كان اعجب الينا فغضب وقال كلامي في اهل البدع احب الي من عبادة ستين سنة فصل فان قال قائل قد مدحت السنة وذممت البدع فما السنة وما البدع فان نرى ان كل مبتدع في زعمنا يزعم انه من اهل السنة فالجواب ان السنة في اللغة الطريق حاشية السنة هي ما واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك احيانا فان كانت على سبيل العبادة فسنة الهدى ويكره تركها مثل المضمضة والاذان وان كانت على سبيل العادة فسنة الزوائد مثل السواك والبدعة الحدث المكروه في الدين الذي يصادم الشريعة بالمخالفة وقد جرت محدثات تعتبر قربة كجمع الناس على صلاة التراويح في المسجد وجمع القرآن ولذا قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة وهي ما وافقت السنة والحاجة ماسة اليها مثل التفسير واستخراج العلوم اثنان مذمومة كالرقص والنذور وبدع الاعياد والمناسبات انظر الامام السيطي في كتابه الامر بالاتباع والنهي عن الاتداع تحقيق الاستاذ مصطفى عشور وانتهت الحاشية فالجواب ان السنة في اللغة الطريق ولا ريب في ان اهل النقل والاثر المتبعين اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار اصحابه هم اهل السنة لانهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث وانما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والبدع عبارة عن فعل لم يكن فابتدع والاغلب في المبتدعات انها تصادم الشريعة بالمخالفة وتجب الطعاط عليها بزيادة او نقصان فان ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يجب الطعاط عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وان كان جائزا حفظا للاصل وهو الاتباع وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قال له اجمعي القرآن كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سعد بن مالك انه سمع رجلا يقول حاشيه سعد بن مالك انه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشيه يقصد بقول ذا المعارج الله سبحانه وتعالى التقريب الجزء الاول الصفحة التاسعة والثمانون بعد المائتين انتهت الحاشيه واخبر رجل عبدالله ابن مسعود ان قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا وكذا وسبقوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا قال عبدالله فاذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فاخبرني بمجلسهم فأتاهم فجلس فلما سمع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجلا حديدا فقال انا عبدالله ابن مسعود والله الذي لا اله غيره لقد جئتم ببدعة ظلمة ولقد فضلتم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما فقال عمرو ابن عطبة استغفر الله فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن اخذتم يمينا وشمالا لت بلن ضلالا بعيدا لتظل ضلالا بعيدا حاشية رجل حديد حد الرجل بأسه ونفاده في نجدته والقصة اوردها الدارمي في سننه في المقدمة بتفصيل اكثر باب في كراهية الاخذ بالرأي في الجزء الاول صفحة 68 والتاسعة والستين وعمر ابن عطبة ابن فرقد السلمي الكوفي من اصحاب عبدالله ثقة تاريخ الثقات برقم 73 ومئتين بعد الالف انتهت الحاشية فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن اخذتم يمينا وشمالا لا تضلن ضلالا بعيدا وعن ابن عوف قال كنا عند ابراهيم النخعي فجاء رجل فقال يا ابا عمران ادعو الله ان يشفيني فرأيت انه كرهه كراهية شديدة حتى عرفنا كراهية ذلك في وجهه وذكر ابراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما احدثه الناس فكرهه وقال فيه وعن محمد ابن ريان قال حاشية محمد ابن بكار الريان الهاشمي مولاهم البغدادي الرصافي ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين وله ثلاث وتسعون سنة التقريب الجزء الثاني الصفحة السابعة والاربعون والمئة انتهت الحاشية وعن محمد ابن ريان قال سمعت ذنون وجاءه اصحاب الحديث فسألوه عن الخطرات والوساوس فقال انا لا اتكلم في شيء من هذا فان هذا محدث سلوني عن شيء في الصلاة او الحديث ورأى ذنون علي خفا احمر فقال انجع هذا يا بني فانه شهرة ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لبس خفين اسودين ساذجين حاشية سيردو تخريج هذا الحديث في الباب العاشر انتهت الحاشية فصل قال الشيخ ابو الفرج رحمه الله قد بينا ان القوم كانوا يتحدرون من كل بدعة وان لم يكن بها بأس لان لا يحدث ما لم يكن وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأس كما روي ان الناس كانوا يصلون في رمضان وحدان وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة فجمعهم عمر بن الخطاب على ابي بن كعد رضي الله عنهما فلما خرج فرآهم قال نعمة البدعة هذه لان صلاة الجماعة مشروعة وانما قال الحسن في القصص نعمة البدعة كم من اخ يستفاد ودعوة مستجابة لان الوعظة مشروع ومتى اسند المحدث الى اصل مشروع لم يذم فاما اذا كانت البدعة كالمتم فقد اعتقد نقص الشريعة وان كانت مضادة فهي اعظم فقد بان بما ذكرنا ان اهل السنة هم المتبعون وان اهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له ولهذا استتروا ببدعتهم ولم يكتم اهل السنة مذهبهم فكلماتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ناس من امتي ظاهرين حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون حاشية صحيح البخاري في الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة الجزء الثالث عشر الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة وفي التوحيد باب قول الله تعالى انما قولنا لشيء الجزء الثالث عشر صفحة الحادية والخمسون والاربعمائة ومسلم في باب الامارة في الامارة باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال برقم واحد وسبعين ومئة انتهت الحاشية وعن سوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الغاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك انفرد به مسلم حاشية صحيح مسلم في الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم الحديث برقم سبعين ومئة انتهت الحاشية وقد رؤي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معاوية وجابر بن عبد الله وقرة قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث حاشية صحيح الترميذي في الفتن باب ما جاء في الشام برقم 92 ومئة بعد الألفين وباب ما جاء في الأمة المضلين برقم 29 ومئتين بعد الألفين انتهت الحاشية فصل في بيان انقسام أهل البدع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة أو سنتين وسبعين والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة قال الترميذي هذا حديث صحيح حاشية صحيح الترميذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم 40 و600 بعد الألفين وأبو داود في السنة باب شرح السنة برقم 96 و500 بعد 4000 وابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمة برقم 91 و900 بعد 3000 وأحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة الثانية وثلاثين بعد 300 والحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة الثامنة والعشرين بعد المئة وصحيح الجامع برقم 83 بعد الألف والسلسلة الصحيحة برقم ثلاثة بعد المئتين انتهت الحاشية قال المصنف وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الذي قبله وفيه كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وعن أنت بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة يهلك 71 وتخلص فرقة قيل يا رسول الله ما تلك الفرقة قال الجماعة حاشية صحيح ابن ماجة في الفتن باب افتراق الأمة برقم 93 وتسعمائة بعد ثلاثة الآلاف وصحيح الجامع للألباني برقم 42 بعد الألفين انتهت الحاشية قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله فإن كيل وهل هذه الفرقة معروفة فالجواب إنا نعرف الافتراق وأصول الفرق وإن كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها حاشية أراد بعض أهل العلم أن يتخلصوا من حصر الفرق فكان هذا التقسيم السهل الذي يرتكز على المساواة في تقسيم كل أصل من أصول هذه الفرق ومع هذا التعصف في تعدادها فإن رجال الفرق أنفسهم قد دافع كل منهم عن فرقته ورأى أنها وحدها هي الناجية كما في الحديث وما عداها فهو في النار وأخذ يبررون هذه النجاة بكل ما يساعدهم ولو بالباطل والخيال الذي لا وزن له والذي نراه أن افتراق الأمة يهدف إلى التمييز بين نوعين هما أحزاب دينية وهي الشيعة والخوارج والفرق دينية هي المشبهة والمعتزلة والأساعرة والفرقة الناجية هي ما عليه الرسول وأصحابه إنها السلف إنها نادية من بلبلة الأفكار ومن ضلالات الأوهام ومن زيغ العقول وهي تمثل الاطمئنان التام ويسميها الشهر الثاني طريق السلامة عن كتاب التفكير الفلسفي في الإسلام عبد الحليم محمود انتهت الحاشية وقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية حاشين الحرورية هم الذين خرجوا على سيدنا علي بعد مسألة التحكيم بينه وبين معاوية وانحازوا إلى حروراء وحروراء بفتحتين وبسكون ويجوز أن يكون مشتقا من الريح الحرور وهي الحارة وهي قرية بظاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منها والجهمية أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة وظهرت بدعته بترمذ كان يقول بنفي الصفات الأزلية ولا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها قتله سالم بن أحوز في آخر ملك بني أمية الجبرية زعم أن الإنسان لا يخلق أفعاله وليس له مما ينسب إليه من الأفعال شيء وبهذا ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب فالعبد مجبور لا قدرة له ولا اختيار ولا إرادة انتهت الحاشية وقد قال بعض أهل العلم أصل الفرق الضال هذه الفرق الست وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتين عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة وانقسمت الحرورية اثنتين عشرة فرقة فأولهم الأزرقية قالوا لا نعلم أحد المؤمنة وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم والإباضية قالوا من أخذ بقولنا فهو مؤمن ومن أعرض عنه فهو منافق والسعلبية قالوا إن الله لم يقضي ولم يقدر والحازمية قالوا ما ندريم الإيمان والخلق كلهم معذورون والخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر وأنثى فقد كفر والمكرمية قالوا ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن يآكله حتى يتوب ويرتسل والكنزية قالوا لا ينبغي لأحد أن يعطي ماله أحدا لأنه ربما لم يكن مستحقا بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق والشمراخية قالوا لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهن ريحين والأخنسية قالوا لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر والمحكمية قالوا إن من حاكم إلى مخلوق فهو كافر والمعتزلة من الحروارية قالوا اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين والميمونية قالوا لا إمامة إلا برضى أهل محبتنا حاشية الأزرقية أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذي احتل الأهواز وفارس بأكثر من ثلاثين ألف فارس وانتصر على عمال عبد الله بن الزبيج وهم متطرفون في أفكارهم وأحكامهم فهم يقولون إن جميع مخالفهم من المسلمين مشركون ويحلون دم من لا يسارع إلى دعوتهم واعتناق مذهبهم وقد كفروا علي واعتبروا قاتله شهيدا الإباضية لازلت أولي قراءة الهامش المطول الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض وهم لا يزالون حتى يومنا هذا في شمال إفريقية وعمان وزنجبار وعقيدتهم تتفق مع أهل السنة في الكثير وتختلف في القليل فهم يعترفون بالقرآن والسنة كمصدر لعلوم الدين ولكنهم يقولون بالرأي بدلا من الإجماع والقياس السعلبية ثرقة من الخوارج تنسب إلى ثعلبة ابن مشكان الحازمية ثرقة من الخوارج تنسب إلى أصحاب حازم ابن علي لازلت أولي قراءة الهامش الخلفية أصحاب خلف الخارجي المكرمية أصحاب مكرم ابن عبد الله العدلي قال تارك الصلاة كافر لا من أجل تركه الصلاة ولكن لجهله بالله تعالى وهكذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان لأن الإقدام على المعصية والاجتراء على المخالفة لا يتصور إلا من غافل لا يبالي بالتكاليف الكنزية نسبة إلى كنز المال ودفنه تحت الأرض فهو كانز وكناز الأخنسية أتباع رجل كان يعرف بالأخنس الميمونية أتباع ميمون العجردي الذي أباح نكاح بنات الأولاد وبنات أولاد الإخوة والأخوات وقال إن القرآن لم يذكرهن من المحرمات ويروى أنهم أنكروا سورة يوسف لأنها قصة غرام في زعمهم فلا يصح أن تضاف إلى الله وهذا أسوأ اعتقاد قبحهم الله تعالى انتهت الحاشية انتهى الوجه الأول انقسمت القدرية اثنتي عشرة فرقة الأحمرية وهي التي زعمت أن شرط العدل من الله أن يملك عباده أمورهم ويحول بينهم وبين معاصيهم والثانوية وهي التي زعمت أن الخير من الله والشر من إبليس والمعتذلة هم الذين قالوا بخلق القرآن وجحدوا الرؤية والكيسانية هم الذين قالوا لا ندري هذه الأفعال من الله أم من العباد ولا نعلم أن يثاب الناس بعد الموت أو يعاقبون والشيطانية قالوا إن الله لم يخلق شيطانا والشريكية قالوا إن السيئات كلها مقدرة إلا الكفر والوهمية قالوا ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات ولا للحسنة والسيئة ذات والراواندية قالوا كل كتاب أنزل من الله فالعمل به حق ناسخا كان أو منسوخا والبترية زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته والناكثية زعموا أن من نكث بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إثم عليه والقاسطية فضل طلب الدنيا على الزهد فيها والنظامية تابعوا إبراهيم النظام في قوله من زعم أن الله شيء فهو كافر حاشية الثنوية هؤلاء أصحاب الإثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلم أزليان قديمان والنور إله الخير والظلام إله الشر الكيسانية تنسب إلى كيسان مولى علي كرم الله وجهه وهو الذي دل المختار ابن أبي عبيد الثقافي على قتله الحسين فانتقم منهم وقتلهم شر قتله وهؤلاء يقولون بإمامة محمد ابن سيدنا علي المشهور بمحمد ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة ويرون حقياته بعد أبيه لأنه حمل اللواء في موقعة الجمل أو لأن الحسين أوصى له بها الشيطانية أتباع محمد ابن النعمان أبي جعفر الأحول وفق هشام ابن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يكون وأنه نور على صورة إنسان ويأبى أن يكون جسما وقد صنف كتبا للشيئة منها افعل لما فعلت ومنها افعل لا تفعل البترية أتباع كثير المنقب بالأبتر والحسن ابن صالح ابن حيي النظامية أصحاب إبراهيم ابن سيار ابن هاني النظام طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام معتزلة وانفرد عن أصحابه بمسائل منها أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منا ومذهبه أن فاعل العدن لا يوصف بالقدرة على الظلم إنما يقدر على فعل ما يعلم أن فيه صلاحا لعباده ولا يفعل ما ليس فيه صلاحهم وغير ذلك من آرائه انظر الملل والمحل في الجزء الأول الصفحة الستين وانتهت الحاشية وانقسمت الجهمية اثنتين عشرة فرقة المعطلة زعموا أن كل ما يقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق ومن ادعى أن الله يرى فهو كافر والمريس والمريسية قالوا اكثر صفات الله مخلوق والملتزمة جعل الباري سبحانه وتعالى في كل مكان والواردية قالوا لا يدخل النار من عرف ربه ومن دخلها لم يخرج منها أبدا الزنادق قالوا ليس لأحد أن يثبت لنفسه رب لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس وما يدرك فليس بإله وما لا يدرك لا يثبت والحرقية زعموا أن الكافر تحرقه النار مرة واحدة ثم يبقى محترقا أبدا لا يجد حر النار والمخلوقية زعموا أن القرآن مخلوق والفانية زعموا أن الجنة والنار تفنيان ومنهم من قال إنهما لم تخلق والمغيرية جحد الرسل فقالوا إنما هم حكام والواقفية قالوا لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق والقبرية ينكرون عذاب القبر والشفاعة واللفظية قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق حاشية المغيرية هم أصحاب المغيرة بن سعد الذي كان مولى لخالد بن عبد الله القسري وهؤلاء اتجهوا في تشيعهم إلى سلالة الحسن بن علي وفرقة المغيرية فرع من المحمدية الذين ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه المعروف بمحمد النفس الزكية الذي استولى على مكة والمدينة في مستهل الدولة العباسية وكانوا يقولون بإمامته بعد موت محمد الباقر ولما قتل زعموا أنه لم يمت وأنه سيخرج وتعقد له البيعة بمكة ويملك الأرض انتهت الحاشية وانقسمت المرجئة اثنتي عشرة فرقة التاركية قالوا ليس لله عز وجل على خلقه فريضة سوى الإيمان به فمن آمن به وعرف فليفعل ما شاء والسائبية قالوا إن الله تعالى سيب خلقه ليعلم ما شاء والراجية قالوا لا نسمي الطائع طائعة ولا العاصي عاصية لأننا لا نجري ما له عند الله والشاكية قالوا إن الطاعات ليست من الإيمان والبي والبي هسية قالوا الإيمان علم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر والمنقصية قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص والمستثمية نفعوا الاستثناء في الإيمان والمشبهة يقولون لله بصر كبصري ويد كيدي والحسوية جعلوا حكم الاحاديث كلها واحدا فعندهم إن تارك النفل كتارك الفرض والظاهرية وهم الذين نفعوا القياس والبداعية أول من ابتدع الأحداث في هذه الأمة وانقسمت الراغضة اثنتي عشرة فرقة العلوية قالوا إن الرسالة كانت إلى علي وإن جبريل أخطأ والأمرية قالوا إن علي شريك محمد صلى الله عليه وسلم في أمره والشيعة قالوا إن علي رضي الله عنه وصي رسول الله ووليه من بعده وإن الأمة كفرت بمبايعة غيره والإسحاقية قالوا إن اللبوة متصلة إلى يوم القيامة وكل من يعلم علم أهل البيت فهو نبي والناوسية قالوا إن علي أفضل الأمة فمن فضل غيره عليه فقد كفر والإمامية قالوا لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين وإن وإن الإمام يعلمه جبرائيل فإذا مات بدل مكانه مثله وإن الإمام يعلمه جبرائيل فإذا مات بدل مكانه مثله واليزيدية قالوا إن ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات فمتى وجد منهم أحد لم تجزي الصلاة خلف غيره برهم وفاجرهم والعباسية زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره والمتناسخة قالوا إن الأرواح تتناسخ فمتى كان محسنة خرجت روحه فدخلت في خلق تسعد بعيشه ومن كان مسيئة دخلت روحه في خلق تشقى بعيشه والراجعية زعموا أن عليا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائهم واللاعيية الذين يلعنون عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم والمتربصة تشبهوا بذي المساك ونصبوا في كل عصر الرجل ينسبون الأمر إليه يجعمون أنه مهدي هذه الأمة فإذا مات نصبوا رجلا آخر حاشية شيعة فلان أنصاره وأعوانه والمشايعة الموافقة والمناصرة وقد اتخذ هذا اللفظ بإطلاقه على أنصار علي وأبنائه وأحفاده وهؤلاء يرون حقية آل البيت للإمامة والولاية والريادة وهم يرون أن التشيع عقيدة دينية خالصة وهناك من يرى أنها وجدان عاطفي خالص ويرى آخرون أنها فكرة سياسية خالصة ولكل من هؤلاء دليله انظر إسلام بلا مذاهب الدكتور مصطفى الشكعة الإسحاقية من غلاة الشيعة قالوا إن الله ظهر بصورة أشخاص وقد شخص في عليهم وبعده في أولاده فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم وهذه شركة تعانى الله عن ذلك علوا كبيرا أولي قراءة الهامش الناوسية أتباع رجل يقال له ناوس وقيل نسب إلى قرية ناوس وقد حكي عنهم أنهم زعم أن علي مات وستنشق الأرض عنه يوم القيامة فيملأ العالم عدلا وقال إن الصادق حي ولن يموت حتى يظهر فيظهر أمره وهو القائم المهدي ولقراءة الهامش الإمامية قالوا بإمامة علي بعد النبي نصا ظاهرا ويقينا صادقا لأن الرسول بعثه بصورة براءه وبايعه ليلة الهجرة على روحه ومن بعده الحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم اختلفوا بعد ذلك اختلافا كثيرا انتهت الحاشية وانقسمت الجبرية اثنتين عشرة فرقة فمنهم المضطربة قالوا لا فعل للآدم بل الله عز وجل يفعل الكل والأفعالية قالوا لنا أفعال ولكن لا استطاعة لنا فيها وإنما نحن كالبهاء تقاد بالحبل والمفروغية قالوا كل الأشياء قد خلقت والآن لا يخلق شيء والنجارية زعمت أن الله يعذب الناس على فعله لا على فعلهم والمتانية قالوا عليك بما خطر بقلبك ففعل ما توسمت بل خير والكسبية قالوا لا يكسب العبد ثوابا ولا عقاب والسابقية قالوا من شاء فليعمل ومن شاء لا يعمل فإن السعيد لا تضره ذنوبه والشقية لا ينفعه بره والحبية قالوا من شرب كأس محبة الله عز وجل سقطت عنه الأركان والقيام بها والخوفية قالوا إن من أحب الله سبحانه وتعالى لم يسع أن يخاف لأن الحبيب لا يخاف حبيبه والفكرية قالوا إن من ازداد علم سقط عنه بقدر ذلك من العبادة والخسية قالوا الدنيا بين العباد سواء لا تفاضل بينهم فيما ورثهم أبوهم آدم والمعية قالوا من الفعل ولما الاستطاع حاشية المعية بمعنى مع انتهت الحاشية الباب الثالث في التحذير من فتن إبليس ومكايده قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله اعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام وقد بذل عمره ونفسه في فساب أحوال بني آدم وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون البقر الثامنة وستون والمئة والتاسعة وستون والمئة وقال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء البقر الثامنة وستون والمئتان وقال وقال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا النساء الستون وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغض وفي الخمر والميثر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون المائدة الحادية والتسعون وقال تعالى إنه عدو مضل مبين القصص الخامسة عشرة وقال إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فاطر السادسة وقال ولا يغرن نكن بالله الغرور ثاطر الخامسة وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين ياسين الستون وفي القرآن من هذا كثير فصل قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله وينبغي أن تعلم أن إبليس الذي شغله التلبيس أولما التبس عليه الأمر فأعرض عن النص الصريح على السجود فأخذ يفاضل بين الأصول فقال خلقتني من نار وخلقته من طين صاد السادسة والسبعون ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الإسراء الثانية والستون والمعنى أخبرني لما كرمته علي غرر ذلك الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة ثم أتبع بالكبر فقال أنا خير منه صاد السادسة والسبعون ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التي أراد تعظيمها باللعنة والعقاب فمتى سول للإنسان أمره فينبغي أن يحذر منه أشد الحذر وليقل له حين أمره إياه بالسوء إنما تريد بما تأمر به نصح ببلوغ شهوتي وكيف يتضح صواب النصح للغير لمن لا ينصح نفسه ثم كيف أثق بنصحة عدو فانصرف فما في لقولك منفذ فلا يبقى إلا أنه يستعين بالنفس لأنه يحث على هواها فليستحضر العقل إلى بيت الفكر في عواقب الذنب لعل مدد توفيق يبعث جند عزيمته فيهزم عسكر الهوى والنفس عن عياط بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا إن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فرتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فما قاتهم عرابهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب حاشية صحيح مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار الصفحة الثالثة والستون وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة الثانية وستين والمئة ونحلته أي أعطيته ودتالتهم أي استخفوهم فذهبوا بهن وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل والمراد من أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل انتهت الحاشية وعلى عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي إلى آخر الحديث المتقدم وعن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأجناهم منه منزله أعظمهم فتنة يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت حاشية صحيح مسلم في صفات المنافقين باب تحريش الشيطان برقم 67 وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة الرابعة عشر بعد الثلاثمئة انتهت وعن جبر رضي الله عنه يرفعه قال إن إبليس قد يائس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم قال المصنف انفرد به البخاري والذي قبله مسلم وفي لطف حديثه قد آيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب حاشية صحيح مسلم في صفات المنافقين باب تحريش الشيطان برقم 65 والتحريش الإساد بين الناس انتهت الحاشية وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه قال إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نفي الله التقم قلبه حاشية ضعيف السيوطي في الجامعة الصغير وعزاه لأبي يعلى في مسنده والبيهقي في الشعب في الجزء الأول الصفحة الثانية والثمانين وضعيف الجامعة برقم 80 وأربعمائة بعد الألف والسلسلة الضعيفة برقم 67 وثلاثمائة بعد الألف والخطم الأنف أو مقدمه وخنس تأخر انتهت الحاشية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان طف بأهل مجلس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم فأتى حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا حاشية اسنده ضعيف أعطأ ابن السائب صدوق كان قد اختلط وحمد بن سلم روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلا يعرف حديثه في حالة الصحة من حالة الاختلاط انتهت الحاشية وعم قتادة رضي الله عنه قال إن لابنيس شيطانا يقال له قابقب يجمه اربعين سنة فإذا دخل الغلام في هذا الطريق قال له دونك إنما كنت أجمك لمثل هذا أجلب عليه وافتنه حاشية يقال جم الرجل كاثر لحمه وأجم الإنسان والفرس أراحه قتدت ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري فقة ثبت رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ومئة التقريب الجزء الثاني صفحة الثالثة والشهون والمئة هذا الحديث في إسنابه سويد القناوي أبو حاتم بصري عن قتادة قال الذهبي ضعفه النسائي وقواه غيره وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات الضعفاء والمتركون برقم 79 بعد المئتين انتهت الحاشية وعن ثابت البناني رضي الله عنه قال حاشية ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد من الرابعة مات سنة بضع وعشرين وله ست وثمانون التقريب الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة انتهت الحاشية وعن ثابت البناني رضي الله عنه قال بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهم السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال يحيى يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك قال هذه السهوات التي أصيدوا بهن ابن آدم قال فهل لي فيها من شيء قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن الذكر قال فهل غير ذلك قال لا والله قال لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا قال إبليس ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا وعن الحارث ابن قيس رضي الله عنه قال حاشية الحارث ابن قيس الجعفي الكوفي ثقة من الثانية قتل بصفين وقيل مات بعد علي كرم الله وجهه التقريب الجزء الأول الصفحة الثالثة والأربعون والمئة انتهت الحاشية وعن الحارث ابن قيس رضي الله عنه قال إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا وعن عبيد ابن رفاعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فأتى بها الراهب فأبى أن يقبلها فما زالوا به حتى قبلها فكانت عنده فأته الشيطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبلها ثم أته فقال له الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن أتوك فقل ماتت فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس لهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها فأتاه أهلها يسألونه عنها فقال ماتت فأخذوه فأتاه الشيطان فقال أنا الذي ضربتها وخنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها وأنا الذي أوقعتك في هذا فأعطعني تند أسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب نوصل القراءة في إغواء إبليس لراهب بني إسرائيل فهو الذي قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الحشر السادسة عشرة وقدروا هذا الحديث على صفة أخرى عن وهب بن منبه حاشية الحديث السابق رواه الحاكم في المستدرك عن علي وصححه وواثقه الذهبي في الجزء الثاني صفحة الرابعة والثمانين والاربعمائة والخامسة والثمانين والاربعمائة وقد ذكرت كتب التفسير بالمأثور هذه القصة والتي تليها كسبب في نزول الآية انظر تفسير الطبري في الجزء الثامن والعشرين في الصفحة التاسعة والاربعين والصفحة الخمسين وانظر الدر المنثور في الجزء الثامن الصفحة السالسة عشر بعد المئة والتاسعة عشر بعد المئة وعلى الرغم من تصحيش الحاكم لهذه الرواية وذكر كتب التفسير لها فإن كتب أسباب النزول لم تذكرها أبدا وهنا يقع الباحث في حيرة ويتساءل هل هذه القصة نص صحيح عن النبي أم أنها من حكايات بني إسرائيل وهب بن منبه ابن كامل اليماني ثقة من الثالثة مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة وله عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء مات سنة أربع عشرة ومئة للهجرة حلية الأولياء الجزء الرابع صفحة الثالثة والعشرون التقريب الجزء الثاني صفحة التاسعة وثلاثون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وقد رؤي هذا الحديث على صفة أخرى عن وهب بن منبه رضي الله عنه أن عابدا كان في بني إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانه وكان في جمامه ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرة ليس لهم أخت غيرها فخرج البعث على ثلاثتهم فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من يأمنون عليها ولا عند من يضعونها قال فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل وكان ثقة في أنفسهم فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم حاشية كان فالشيء صانه وحفظه أي تكون في حفظه وصيانته إلى أن يعودوا من غزوتهم انتهت الحاشية فأبى ذلك وتعوذ بالله عز وجل منهم ومن أختهم قال فلم يزالوا به حتى أطاعهم فقال أنزلوها في بيت حذاء صومعتي قال فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا ينزل إليها بالطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومعة ثم يغلق بابه ويصعد إلى صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام قال فترطس له الشيطان فلم يزل يرغبه في الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم لأجرك قال فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال فلبث على هذه الحالة زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأدر وحظه عليه وقال لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك قال لم يزل به حتى مشى إليها بالطعام ثم وضعه في بيتها فلبث على ذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحظه عليه فقال لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد استوحشت وحشة شديدة قال فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع إليها من فوق صومعته قال ثم أته إبليس بعد ذلك فقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان آنس لها فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها قال فلبث زمانا يتحدثان ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها وقال لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لها فلم يزل به حتى فعل قال فلبثا زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وفيما له عند الله سبحانه وتعالى من حسن الثواب فيما يصنع بها وقال له لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها فلبثا على ذلك حين ثم جاءه إبليس فقال لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن ذك فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله فإذا مضى النهار صعب إلى صومعته قال ثم آته إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها فولدت له غلامة فجاء إبليس فقال أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع لا آمن أن تفتضح أن يفتحوك فعمد إلى ابنها فذبح وادفنه فإنها ستتم ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلع على ما صنعت بها ففعل فقال له أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها قال خذها واذبحها وادفنها مع ابنها فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها وأطبق عليهم صخرة عظيمة وسوى عليهم وصعد إلى صومعته يتعبد فيها فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث حتى أقبل إخوتها من الغزو فجاءوا فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها وقال كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا إليه فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم وترحموا عليها فأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم فلما جن الليل عليهم وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان وقال لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلامة فذبحه وذبحها معه فزعا منكم وألقاهما في حفيرة احتفرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فانطلقوا فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونهما كما أخبرتكم هناك جميعا وأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم لقد رأيت الليلة عجبا فأخبر بعضهم بعضا بما رأى فقال كبيرهم هذا حلم ليس بشيء فانضوا بنا ودعوا هذا عنكم قال أصغرهم والله لا أنضي حتى آتي إلى هذا المكان فأنظر فيه قال فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب فلما أوثقوه على الخشبة أته الشيطان فقال له قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتمتك بالمرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها فإن أنت أطعتني يوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه قال فكفر العابد فلما كفر بالله تعالى خل الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه قال ففيه نزلت هذه الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إلى قوله جزاء الظالمين الحشر السادسة عشرة والسابعة عشرة وقد تقدم ذكرها حاشين أوردها ابن كثير بسياق آخر لا يختلف كثيرا عن هذا السياق وقال اشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيص فالله أعلم وانظر تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة الأربعين بعد الثلاثمائة والحادية والأربعين بعد الثلاثمائة وانظر البداية والنهاية في الجزء الثاني صفحة السادسة والثلاثين والمئة والسابعة والثلاثين والمئة انتهت الحرشية وعن راهب بن منبه رضي الله عنه قال كان راهب في صومعته في زمن المسيح عليه السلام فأراده إبليس فلم يقدر عليه فأتاه بكل رائدة فلم يقدر عليه فأتاه متشبها بالمسيح فناداه أيها الراهب أشرف علي أكلمك قال انطلق لشأنك فلست أعد ما مضى من عمري فقال أشرف علي فأنا المسيح فقال إن كنت المسيح فما لي إليك حاجة ألست قد أمرتنا بالعبادة وععدتنا القيامة انطلق لشأنك فلا حاجة لي فيك فانطلق اللعين عنه وتركه حاشير أتاه بكل رائدة أي استعمل معه كل حيلة فلم يفلح وأبو نعيم روى ذلك في حية الأولياء في الجزء الرابع الصفحة الرابعة والأربعين انتهت الحاشية وعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال حاشية سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة وكان ثابة عابدا فاضلا كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت في الهدي والسمت مات في آخر سنة مئة وست على الصحيح التقريب الجزء الأول الصفحة الثمانون بعد المئتين انتهت الحاشية عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال لما ركب نوح عليه السلام في السفينة رأى فيها شيخا لم يعرف فقال له نوح ما أدخلك قال دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك فقال له نوح عليه السلام اخرج عدو الله فقال خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة لك إلى الثلاث مره يحدثك بالاثنتين فقال بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان الحسد والحرص فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرج من الجنة حاشير الحسد أن تتمنى زوال نعمة أخيك وتكون لك رحدك الحرص شدة الإرادة والشره إلى المطلوب وهو نوعان نافع وهو الحرص على طاعة الله وفاجع وهو الحرص على الدنيا وانتهت الحاشية قال ولقي إبليس موسى عليه السلام فقال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما وأنا من خلق الله تعالى أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي عز وجل أن يتوب علي فدعى موسى ربه فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك فلقي موسى إبليس فقال له قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك فاستكبر وعضب وقال لم أسجد له حيا أسجد له ميت ثم قال إبليس يا موسى إن لك حقا بما شفعت إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلك فيهن اذكرني حين تغضب فأنا وحي في قلبك وعيني في عيمك وأجري منك مجرى الدم واذكرني حين تلقى الزحف فإني آت ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره والده وزوجته وأهله حتى يولي وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك ورسولك إليها حاشية الزحف لقاء العدو في المعركة وهو زاحف علينا انتهت الحاشية وعن سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال حاشية ابن حزن القرشي المخزومي أحد العلماء الأشبات والفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المرسيل مات بعد سنة تسعين من الهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة انتهت الحاشية وعن سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال ما بعث الله نبي إلا لم يأمن إبليس أن يهلكه بالنساء وعن فضيل بن عياض قال حدثني بعض أشياخنا أن إبليس لعنه الله جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يناجي ربه تعالى فقال له الملك ويلك ما ترجو منه وهو على هذه الحالة يناجي ربه قال أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة وعن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه قال حاشية عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه من السابقين مات سنة ست وخمسين ومئة وقيل بعدها التقريب الجزو الأول صفحة الثمانون بعد الأربع مئة انتهت الحاشية وعن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه قال بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه إذ أقبل إبليس عليه برنس له يتلون فيه ألوانا حاشية البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به انتهت الحاشية إذ أقبل إبليس عليه برنس يتلون فيه ألوانا فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ثم أتاه وقال له السلام عليك يا موسى فقال له موسى عليه السلام من أنت قال أنا إبليس قال فلا حياك الله ما جاء بك قال جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله لمنزلتك عند الله تعالى ومكانك منه قال فما الذي رأيته عليك قال به أخططف قلوب بني آدم قال فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه وأحذرك ثلاثة لا تخلون بامرأة لا تحل لك قط فإنه ما خلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به ولا تخرجن صدقة إلا أنضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين إخراجها ثم ول وهو يقول يا ويلة ثلاثة علم موسى ما يحذر به بني آدم حاشية اسنده ضعيف عبد الرحمن بن زياد ضعيف وسبق الترجمته وفر جبن فضاله الشامي ضعيف من الثامنة مات سنة تسع وتسعين ومئة التقريب اللزء الثاني الصفحة الثامنة بعد المئة وانتهت الحاشية وعن حسن بن صالح قال حاشية حسن بن صالح بن صالح الهمداني الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من السابقين مات سنة تسع وتسعين ومئة للهجرة التقريب اللزء الأول الصفحة السابعة والستون والمئة انتهت الحاشية وعن حسن بن صالح قال سمعت أن الشيطان قال للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرني به فلا أخطئ وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي وعن حسن بن يوسف ابن عقيل ابن ماقل ابن أخي وهب ابن منبه قال قال راهب للشيطان وقد بدى له أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم قال الحدة إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة حاشية الحدة ما يعتل الإنسان من الغضب انتهت الحاشية وعن ثابت رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل إبليس لعنه الله يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئون إليه بصحفهم ليس فيها شيء فيقول لهم ما لكم لا تصيبون منهم شيئا فقالوا ما صحبنا قوما مثل هؤلاء فقال رويدا بهم فعسى أن تفتح لهم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم حاسية إسناده صحيح والمقصود من قول إبليس لشياطينه أن هؤلاء ستفتنهم الدنيا حين تأتي الفتوحات انتهت الحاشية وعن أبي موسى قال إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض فيقول من أضل مسلم ألبسته التاج فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق امرأته قال يشك أن يتزوج ويقول آخر لم أزل بفلان حتى عق قال يوشك اي بر ويقول اخر لم ازل بفلان حتى زنى قال انت ويقول اخر لم ازل بفلان حتى شرب الخمر قال انت قال ويقول اخر لم ازل بفلان حتى قتل فيقول انت انت حاشية بث اي فرق ونشر جنوده في الارض هذا الحديث اسناده ضعيف فيه عطاء ابن السائب وقد سبق الحديث عنه انتهت الحاشية وعن الحسن قال حاشية الحسن ابن ابي الحسن البصري الانصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس وهو رأس اهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومئة للهجرة التقريب الجزء الاول الصفحة الخامسة والستون والمئة انتهت الحاشية وعلي الحسن قال كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء اليها رجل فقال لا اقطعن هذه الشجرة فجاء لي اقطاعها غضبا لله فلاقيه ابليس في صورة انسان فقال ما تريد قال اريد ان اقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله قال اذا انت لم تعبدها فما يضرك من عبدها قال لا اقطعنها فقال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك لا تقطعها ولك ديناراني كل يوم اذا اصبحت عند وسادتك قال فمن اين لي ذلك قال انا لك فرجع فاصبح فوجد ديناراني عند وسادته ثم اصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد قال اريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى قال كذبت ما لك الى ذلك من سبيل فذهب ليقطعها فضرب به الارض وخنقه حتى كاد يقتله قال اتدري من انا انا الشيطان جئت اول مرة غضبا فلم يكن لي عليك سبيل فخدعتك بالدينارين فتركتها فلما جئت غضبا للدينارين سلط عليك وعن زيد بن مجاهد قال لابليس خمسة من ولده قد جعل كل واحد منهم على شيء من امره ثم سماهم فذكر ثبر والاعور ومسوط وداسم وزكنبور فاما ثبر فهو صاحب المصيبات الذي يأمر بالثبور وشق البيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية واما الاعور فهو صاحب الزنا الذي يأمر به ويزينه واما مسوط فهو صاحب الكذب الذي يسمى فيلقى الرجل فيخبره بالخبر فيذهب الرجل الى القوم فيقول لهم قد رأيت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه حدثني بكذا وكذا واما داسم فهو الذي يدخل مع رجل الى اهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم واما زكنبور فهو صاحب السوق الذي يركز رايته في السوق حاشه سناده ضعيف بشر بن الوليد الكندي ابو عبد الله مجهول من الثامنة ومحمد بن طلحة التيمي لا يعرف حاله من السابعة التقريب الجزء الاول الصفحة الثانية بعد المئة والجزء الثاني الثالثة وسبعون والمئة انتهت الحاشية وعن مخلد بن الحسين قال ما ندب الله العباد الى شيء الا اعترض فيه ابليس بامرين ما يبالي بأيهما ظفر اما غلو فيه واما تقصير عنه وعن عبد الله بن عمر قال ان ابليس موثق في الارض السفلة حاشه روى الحديث السابق ابو نعيم في الحلية في الجزء الثامن صفحة السالسة والستين بعد المئتين وفي اسناده سنيد ابن داود المصيس المحتسب واسمه حسين ضعيف مع امامته ومعرفته من العاشرة التقريب الجزء الاول الصفحة الخامسة والثلاثون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وعن عبد الله بن عمر قال ان ابليس موثق في الارض السفلة فاذا هو تحرك كان كل شر في الارض بين اثنين فصائد من تحركه حاشه في اسناده ابن الهيعة صدوق من السابعة اختلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه اعدال من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة اربع وسبعين ومائة التقريب الجزء الاول صفحة الرابعة والاربعون والاربعمائة الضعفاء والمتركون الصفحة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة الضعفاء الكبير السابعة والستون والثمانمائة انتهت الحاشية قال شيخ ابو الفرج رحمه الله قلت وفتن الشيطان ومكايده كثيرة في غضون هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع منه ان شاء الله تعالى ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها بالقلوب عزت السلامة فان من يدعو الى ما يحث عليه الطبع كمداد سفينة منحدرة فيا سرعة حدارها ولما ركب الهوى في هاروت وماروت لم يستمسك فاذا رأت الملائكة مؤمنا قد مات على الايمان تعجبت من سلامته انتهى الوجه الاول فعن عبد العزيز بن رفيع قال اذا عرج بروح المؤمن الى السماء قالت الملائكة سبحان الله الذي نجى هذا العبد من الشيطان يا ويحة كيف نجى حاشية عبد العزيز ابن رفيع الاسدي نزيل الكوفة ثقة من الرابعة مات سنة ثلاث ومئة وقيل بعدها التقريب الجزء الاول صفحة التاسعة بعد الخمسمائة وانتهت الحاشية ذكر الاعلام بان مع كل انسان شيطانا عن عروة ابن الزبير قال ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليها فجاء فرأى ما اصنع فقال ما لك يا عائشة اغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال او قد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله او معي شيطان قال نعم قلت ومع كل انسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي عز وجل اعانني عليه حتى اسلم انفرد به مسلم حاشية صحيح مسلم في صفات المنافقين باب تحريش الشيطان برقم سبعين واحمد في المسند في الجزء السادس صفحة الخامسة عشرة بعد المئة والغيرة هي الانفة والحمية وكراهة شركة الغير في الحق انتهت الحاشية ويدئ بلطغ اخر اعانني عليه فاسلم قال الخطابي عامة الرواه يقولون فاسلم على مذهب الفعل الماضي الا سفيان بن عيينة فانه يقول اعانني عليه فاسلم اي من شره وكان يقول الشيطان لا لا يسلم قال الشيخ وقول ابن عيينة حسن وهو يظهر اثر المجاهدة لمخالفة الشيطان الا ان حديث ابن مسعود كأنه يرد قول ابن عيينة وعن ابن مسعود يرفعه ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا حريش الشيطان الصفحة التاسعة والستون انتهت الحاشية قال الشيخ انفرد به مسلم واسم ابي الجعد رافع وظاهره اسلام الشياطين ويحتمل القول الاخر بيان ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرد عن صفية بنت حيي زوج النبي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلة فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد فمضى رجلان من الانصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرد دم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا الحديث في الصحيحين حاشية صحيح البخاري في الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الجزء الرابع الصفحة السادسة والعشرون والثلاثمائة وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه الجزء الرابع الصفحة الثلاثون والثلاثمائة وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه الجزء الرابع الصفحة الحادية والثلاثون والثلاثمائة وفي مواضع اخرى متعددة ومسلم في السلام باب في بيان انه يستحب لمن رؤيا خاليا الصفحة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون ومعنى ليقلبني اي ليردني الى منزلي وعلى رسلك اي تأد ولا تتعجل انتهت الحاشية قال الخطربي وفي هذا الحديث من العلم استحباب ان يحذر الانسان من كل امر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب وان يطلب السلامة من الناس باظهار البراءة من الريب ويحكى في هذا عن الشافعي رضي الله عنه انه قال خاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلوبهما شيء من امر فيكفر وانما قاله صلى الله عليه وسلم شافقة منه عليهما لا على نفسه ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم حاشية التعوذ التحصن والاعتصام والالتجاء الى الله من الشيطان والمعوذتان تعصمان القارئ من كل سوء وشر من الانس والجن انتهت الحاشية قال الشيخ ابو الفرج رحمه الله قد امر الله تعالى بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند التلاوة فقال فقال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم النحل الثامنة والتسعون وعند السحر فقال قل اعوذ برب الفلق الفلق الاية الاولى الى اخر السورة فاذا امر بالتحرز من شره في هذين الامرين فكيف في غيرهما وعن ابي التياح قال قلت لعبد الرحمن ابن حنيش ادركت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فقال ان الشياطين تحذرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد ان يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبط اليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قال ما اقول قال قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمن قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى حاشية عبد الرحمن بن حنيش هكذا اورد اسمه في النسخ المتعددة لتلبيس ابليس والصحيح انه عبد الرحمن بن خنبش كما ورد في المسند والحديث صحيح رواه احمد في المسند في اللزء الثالث في صفحة التاسعة عشر بعد الاربعمائة وفي صحيح الجامع في الصفحة الرابعة والسبعين والستسلة الصحيحة في الصفحة الاربعين بعد الثمانمائة ومعنى تحدرت اي تنزلت ومعنى ذرأ اي خلق وبرأ اي سلم وكذلك سلم وبرئ من المرض انتهت الحاشية وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي احدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله فاذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه حاشية صحيح احمد في المسند اللزء السادس صفحة الثامنة والخمسون والمائتان وصحيح الجامع صفحة السادسة والخمسون والستمائة بعد الالف والسابعة والخمسون والستمائة بعد الالف والسلسلة الصحيحة الصفحة السادسة عشرة بعد المائة وانتهت الحاشية وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه قال ان للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكليب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء البقرة الثامنة وستون بعد المئتين قال الشيخ رحمه الله وقد رواه جرير عن عطاء فوقفه عن ابن مسعود حاشية الحديث ضعيف رواه التلمذي في التفسير باب سورة البقرة برقم ثمانية وثمانين وتسعمائة بعد الألفين وفي ضعيف الجامع برقم واحد وستين وتسعمائة بعد الألف والتبريزي في مشكات المصابيح برقم اربعة وسبين واللمة بالفتح من الإلمام ومعناه النزول والقرب فما كان خيرا فمن الملك وما كان شرا فمن الشيطان وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول وإذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق حاشية صحيح البخاري في الأنبياء الباب الثاني من أبواب يزفون النسلان في المشي الجزء السادس صفحة السبعون والأربعمائة والنسلان مشية الذئب في سرعة انتهت الحاشية أخرجه في الصحيحين قال أبو بكر ابن الأنباري الهامة واحد الهوام ويقال هي كل نسمة تهم بسوء واللامة الملمة وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة فيكون ذلك أخف على اللسان وعن ثابت قال قال مطرف حاشية مطرف ابن عبد الله بن الشخير العامري أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية مات سنة خمس وسبين التقريب الجزء الثاني صفحة الثالثة والخمسون والمئتان وانتهت الحاشية قال مطرف نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله عز وجل وبين إبليس فمن شاء أن يعصمه عصمه وإن تركه ذهب به إبليس وحكي عن بعض السلف أنه قال لتدميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال هذا يطول رأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع قال أكابده وأرده جهدي قال هذا يطول عليك ولكن استعن بصاحب الكلب يكفه عنك قال الشيخ رحمه الله وأعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كراء رجل جالس بين يديه طعام فمر به كلب فقال له اخسأ فذهب فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أخسأه لم يبرح فالأول مثل المتقي يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه نعوذ بالله من الشيطان الباب الرابع في معنى التلبيس والغرور قال المصنف التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق والغرور نوع جهل يجب اعتقاد الفاسد صحيح والرديء جيد وسببه وجود شبه اوجبت ذلك وانما يدخل ابليس على الناس بقدر ما يمكنه ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقضتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم حاشير حاشير وفي نسخة اخرى على مقدار فقمتهم والصحيح يقاضتهم وهو ما اثبتناه لان المؤلف يقابل بينها وبين الغفلة انتهت الحاشير وعلم ان القلب كالحصن وعلى ذلك الحصن سور وللسور ابواب وفيه ثلم وساكنه العقل حاشير الثلم جمع ثلمة يقال ثالم الجدار وغيره ثلمة وثالم الجدار وغيره ثلمة احدث فيه شقا انتهت الحاشير وساكنه العقل والملائكة تتردد الى ذلك الحصن والى جانبه رابض فيه الهوى والشياطين تختلف الى ذلك الربض من غير مانع حاشير الرابض كل ما تأوي اليه وتستريح لديه من ام وزوجة وبنت وقرابة وبيت وغيره والجمع اربعض انتهت الحاشير والحرب قائم بين اهل الحصن واهل الربض والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والنزول من بعض الثلم حاشير وفي نسخة والعبور والصحيح ما اثبتناه لان العبور يكون من شيء كالعبور للنهر والطريق اما النزول فهو الهبوط من علو الى سفل انتهت الحاشير فينبغي للحارس ان يعرف جميع ابواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم وان لا يفتر عن الحراسة لحظة فان العدو ما يفتر قال رجل للحسن البصري اينام ابليس قال لو نام لوجدنا راحة وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالايمان وفيه مرآة ثقيلة يتراء فيها صور كل ما يمر به فاول ما يفعل الشيطان في الربض اكثار الدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة وكمال الفكر يرد الدخان وصقل الذكر يجل المرآة وللعدو حملات فتارة يحمل فادخر الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج وربما دخل فعاث حاشية عاث يعيث عيث اي افسد انتهت الحاشية وربما اقام لغفلة الحارس وربما ركذت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة فيمر الشيطان ولا يدرى به وربما جرح الحارس لغفلته وربما اسر واستخدم واقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته وربما صارك الفقيه في الشر قال بعض السلف رأيت الشيطان فقال لي قد كنت ألقى الناس فأعلمهم فصرت ألقاهم فأتعله منهم وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها فتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل وأوسطه في القوة الهوى وأضعفه الغفلة وما دام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل حاشية وفي نسخة وما دام درع الإيمان على المؤمنين والسياق يقتضي لاثنين انتهت الحاشية وعن الحسن بن صالح رحمه الله قال إن الشيطان لا يفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير يريد به بابا من الشر حاشية أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في الجزء السابع صفحة الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة انتهت الحاشية وعن الأعمش قال حدثنا رجل كان يكلم الجن قالوا ليس علينا أشد ممن يتبع السنة وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعباء حاشية الأعمش هو سليمان بن مهران الأسبي ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس من الخامسة مات سنة سبع واربعين ومئة أو ثمان واربعين ومئة التقريب الجزء الأول الصفحة الحادية والثلاثون وثلاثمائة وانتهت الحاشية الباب الخامس في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات ذكر تلبيسه على السوفيستائية حاشية السوفيستائية فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات والنظريات قالوا لأن الحس يرى الواحد اثنين مثل الأحوال وتختلف الآراء في النظريات والبديهيات لاختلاف أعراء العقلاء وكل يجزم بحقيقة قوله وفي اليونانية السفساطة قياس مركب من الوهميات والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته انتهت الحاشية قال المصنف هؤلاء قوم ينسبون إلى رجل يقال له سوفيستاء زعموا أن الأشياء لا حقيقة لها وأن ما نستبعده يجوز أن يكون على ما نشاهده ويجوز أن يكون على غير ما نشاهده وقد أورد العلماء عليهم بأن قالوا لمقالتكم هذه حقيقة أم لا فإن قلتم لا حقيقة لها وجوزتم عليها البطلان فكيف يجوز أن تدعوا إلى ما لا حقيقة له فإنكم تقرون بهذا القول أنه لا يحل قبول قولكم وإن قلتم لها حقيقة فقد تركتم مذهبكم قال المصنف وقد ذكر مذهب هؤلاء أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الأعراء والديانات حاشية الحسن بن موسى النوبختي الشيعي يتكلم فيلسوف كانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه ولكنه إلى حيز المعتزلة ولكنه إلى حيز الشيعة توفي بعد سنة ثلاثمائة من تصانيفه الكثيرة الأعراء والديانات لم يكمل الرد على أصحاب التناسخ والغلاة وكتاب التوحيد وحدوث العالم والجامع في الإمامة معجم المؤلفين الجزء الثالث الصفحة الثامنة والتسعون بعد المائتين انتهت الحاشية وقد ذكر مذهب هؤلاء أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الأعراء والديانات فقال رأيت كثيرا من المتكلمين قد غالطوا في أمر هؤلاء غلطا بينا لأنهم ناظروهم وجادلوهم وراموا بالحجاج والمناظرة الرد عليهم وهم لم يثبتوا حقيقة ولا أقروا بمشاهدة فكيف تكلم من يقول لا أدري أتكلمني أم لا وكيف تناظر من يجعب أنه لا يدري أموجود هو أم معدوم وكيف تخاطب من يدعي أن المخاطبة بمنزلة السكوت في الإبانة وأن الصحيح بمنزلة الفاسد قال أنه حققا على أدريه سمع الحديث الكثير وقرأ الأدب والفرائض والوعظ والأصول مات سنة ثلاثة وخمسمائة وقد جاوز الثمانين من تصانيفه كتاب الفنون والانتصار لأهل الحديث البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الرابعة والثمانون والمئة وانتهت الحاشية وقد رد هذا الكلام أبو الوفاء ابن عقيل فقال إن أقواما قالوا كيف نكلم هؤلاء وغاية ما يمكن المجادل أي يقرب المعقول إلى المحسوس ويستشهد بالشاهد فيستدل به على الغائب وهؤلاء لا يقولون بالمحسوسات فيما يكلمون قال وهذا كلام ضيق العطن حاشية العطن مبرك الإبل ومرض الغنم ويقال فلان واسع العطن أي واسع الصبر والكيلة عند الشدائد سخي كثير المال وضده ضيق العطن انتهت الحاشية ولا ينبغي أن يؤيس من معالجة هؤلاء فإنما اعتراهم ليس بأكثر من الوسواس ولا ينبغي أن يضيق عطننا عن معالجتهم فإنهم قوم أخرجتهم عوارض حراف مزاج وما مثلنا ومثلهم إلا كرجل رزق ولدا أحول فلا يزال يرى القمر بصورة قمرين حتى إنه لم يشك أن في السماء قمرين فقال له أبوه القمر واحد وإنما السوء في عينيك غطي عينك الحولاء وانبر فلما فعل قال أرى قمرا واحدة لأني غطيت إحدى عيني فغاب أحدهما فجاء من هذا القول شبهة ثانية فقال له أبوه إن كان ذلك كما ذكرت فغطي الصحيحة ففعل فرأى قمرين فعلم صحة ما قاله أبوه وعن محمد بن عيسى النظام قال حاشية إبراهيم بن سيار بن هاني النظام كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة وله في ذلك تصانيف عدة منها النكت وكان أيضا متأدبا والجاحظ سيأتي كثير الحكايات انتهت الحاشية وعن محمد بن عيسى النظام قال حاشية الجاحظ كثير الحكايات عن محمد هذا توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة معجم المؤلفين الجزء الأول الصفحة السابعة والثلاثون وانتهت الحاشية قال ما تبن لصالح بن عبد القدوس حاشية صالح بن عبد القدوس بن عبد الله كان حكيما أديبا فاضلا شاعرا مجيدا كان يجلس للوعظ في مسجد البصرة ويقص عليهم تهم بالزندقة فقتله المهدي بيده معجم الأدباء ليقوت في الجزء الثاني عشر في الصفحة السادسة إلى العاشرة انتهت الحاشية ما تبن لصالح بن عبد القدوس فمضى إليه أبو الهزيل ومعه النظام وهو غلام حدث كالمتوجع له فرأاه منحرفة فقال له أبو الهزيل لا أعرف لجزائك وجهة إذا كان الناس عندك كالزرع فقال له صالح يا أبو الهزيل إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك فقال له أبو الهزيل وما كتاب الشكوك؟ قال هو كتاب وضعته من قرأه يشك فيما قد كان حتى يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان فقال له النظام فشك أنت في موت ابنك وعمل على أنه لم يمت وإن كان قد مات فشك أيضا في أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأ وحكى أبو القاسم البلخي أن رجلا من السفستائية كان يختلف إلى بعض المتكلمين حاشية عبد الله بن محمود البلخي البغدادي من متكلم المعتزلة وتنسب إليه الطائفة الكعبية من آثار المقالات وتفسير كبير وكتب في علم الكلام منها أوائل الأدلة في أصول الدين المعدم الجزء الثالث الصفحة الحادية والثلاثون انتهت الحاشية وحكى أبو القاسم البلخي أن رجلا من السفستائية كان يختلف إلى بعض المتكلمين فأته مرة فناظره فأمر المتكلم بأخذ دابته فلما خرج لم يرها فرجع إليه وقال سرق الدابتي فقال ويحك لعلك لم تأتي راكبا قال بلى قال فكر قال هذا أمر أتيقنه فجعل يقول له تذكر فقال ويحك ما هذا موضع تذكر أنا لا أشك أنني جئت راكبا قال فكيف تدعي أنه لا حقيقة لشيء وأن حال اليقضاني كحال نائن فوجم السوفستائي ورجع عن مذهبه حاشية ويح كلمة رحمة وويل وويل كلمة عذاب وجم سكت على غيظ وعبس وأطرق لشدة حزنه انتهت الحاشية فصل قال أبو محمد النوبغتي قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء حقيقة وحلة في نفسها بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقد فيها فإن العسل يجده صاحب المرة الصفراء مرة ويجده غيره حلوة قالوا وكذلك العالم هو قديم عند من اعتقد قدمه محدث عند من اعتقد حدوثه واللون جسم عند من اعتقده جسم وعرض عند من اعتقده عرض قالوا فلو ترهمنا عدم المعتقدين وقف الامر على وجود من يعتقد قال وهؤلاء من جنس السوفيستائية فيقال لهم أقولكم صحيح؟ فيقولون هو صحيح عندنا باطل عند خصمنا قلنا دعواكم صحة قولكم مردودة وإقراركم بأن مذهبكم عند خصمكم باطل شاهد عليكم ومن شهد على قولهم بالبطلان من وجه فقد كفى خصمه بتبيين فساد مذهبه انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب ومما يقال لهم أتثبتون للمشاهدة حقيقة؟ فإن قالوا لا لحقوا بالأولين وإن قالوا حقيقتها على حسب الاعتقاد فقد نفوا عنها الحقيقة في نفسها وصار الكلام معهم كالكلام مع الأولين فصل قال النوب اختي ومن هؤلاء من قال إن العالم في ذوب وسيلان قالوا ولا يمكن الإنسان أن يتفكر في الشيء الواحد مرتين لتغير الأشياء دائما فيقال لهم كيف علمتم هذا وقد أنكرتم ثبوت ما يجب العلم وربما كان أحدكم الذي يجيبه الآن غير الذي كلمنا ذكر تلبيسه على الدهرية حاشية الدهرية فرقة من الكفار ذهبوا إلى قذم الدهر واستناد الحوادث إليه كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا لا إلا الدهر الجافية الرابعة والعشرون انتهت الحاشية قال المصنف قد أوهم إبليس خلقا كثيرا أنه لا إله ولا صانع وأن هذه الأشياء كانت بلا مكون وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع بالحس ولم يستعملوا في معرفته العقل جحدوه وهل يشكذ عقل في وجود صانع فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيها بنيان ثم عاد فراء حائطا مبنية عالم أنه لابد له من بان بناه فهذا المهاد الموضوع وهذا السقف المرفوع وهذه الأبنية العجيبة والقوانين الجارية على وجه الحكمة أما تدل على صانع حاشية المهاد الأرض المنخفضة المستوية وقاع البحر أو النهر والجمع أمهدة ومهد انتهت الحاشية وما أحسن ما قال بعض العرب إن البعرة تدل على البعير فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة أما يدلان على اللطيف الخبير حاشية البعرة واحدة البعر وهو فضلات الشاه والبعير انتهت الحاشية ثم لو تأمل الإنسان نفسه لكفت دليلا ولشفت غليلا فإن في هذا الجسد من الحكم ما لا يسع ذكره في كتاب ومن تأمل تحديد الأسنان لتقطع وتقريد الأضراس لتطحن واللسان يقلب المنضوغ وتصليت الكبد على الطعام ينضجه ثم ينفذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذاء وهذه الأصابع التي هيئت فيها العقد لتطوع وتنفتح فيمكن العمل بها ولم تجوف لكثرة عملها إذ لو جوفت لصدمها الشيء القوي فكسرها وجعل بعضها أطول من بعض لتستوي إذا ضمت وأخفى في البدن ما به قوامه وهي النفس التي إذا ذهبت فسد العقل الذي يرشد إلى المصالح وكل شيء من هذه الأشياء ينادي أفي الله شك وإنما يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث الحس ومن الناس من جحده لأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل فجحد أصل الوجود ولو أعمل هذا فكرة لعلم أن لنا أشياء لا تدرك إلا جملة كالنفس والعقل ولم يمتنى أحد من إثبات وجودهما وهل الغاية إلا إثبات الخالق جملة وكيف يقال كيف هو أو ما هو ولا كيفية له ولا ما هي حاشية ما هي الشيء حقيقته انتهت الحاشية ومن الأذلة القطعية على وجوده أن العالم حادث بدليل أنه لا يخلو من الحوادث وكل ما لا ينفك عن الحوادث حادث ولا بد لحدوث هذا الحادث من مسبب وهو الخالق سبحانه وللملحدين اعتراض يتطاولون به على قولنا لا بد للصنعة من صانع فيقولون إنما تعلقتم في هذا بالشاهد وإليه نقاضيكم فنقول كما أنه لا بد للصنعة من صانع فلا بد للصورة الواقعة من الصانع من مادة تخع الصورة فيها كالخشب لصورة الباب والحديد لصورة الفأس قالوا فدليلكم الذي تثبتون به الصانع يوجب قدم العالم فالواجب أنه لا حاجة بنا إلى مادة بل نقول إن الصانع اخترع الأشياء اختراعا فإنا نعلم أن الصورة والأشكال المتجددة في الجسم كصورة الدولاب ليس لها مادة وقد اخترعها ولا بد لها من مصور فقد أريناكم صورة وهي شيء جاءت لا من شيء ولا يمكنكم أن ترون صنعة جاءت من لا صانع ذكر تلبيسه على الطبائعين حاشية نسبة إلى الطبائع الأربعة التي يعتقدون أنها أصول كل شيء وهي التراب والماء والنار والهواء انتهت الحاشية قال المصنف لما رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع حسن لأقوام أن هذه المخلوقات فعل الطبيعة وقال ما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع فيه فدل على أنها الفاعلة وجواب هذا نقول اجتماع الطبائع دليل على وجودها لا على فعلها ثم قد ثبت أن الطبائع لا تفعل إلا باجتماعها وامتزاجها وذلك يخالف طبيعتها فدل على أنها مقهورة وقد سلموا أنها ليست بحية ولا عالمة ولا قادرة ومعلوم أن الفعل المنسق المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم فكيف يفعل من ليس بعالم عالمة وليس قادرة فإن قالوا ولو كان الفاعل حكيما لم يقع في بنائه خلل ولا وجدت هذه الحيوانات المضرة فعلم أنه بالطبع قلنا ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر مثلها عن طبع فأما الخلل المشار إليه فيمكن أن يكون للابتناء والردع والعقوبة أو في طيه منافع لا نعلمها ثم أين فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان على أنواع من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البرة وتيبسها ولو فعلت طبعا لعبست الكل أو رطبت فلم يبق إلا أن الفاعل المختار استعملها بالمشيئة في يبس هذه للإدخار والنضج في هذه للتناول والعجب أن الذي أوصر إليها اليبس في أكنه لا يلقي جرمها والذي رطبها يلقي جرمها ثم إنها تبيض ورد الخشخاش وتحمل الشقائق وتحمض الرمان وتحل العنب والماء واحد وقد أشار إلى هذا المولى عز وجل بقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الرعد الآية الرابعة حاشية الحصرم والحصرم التمر قبل النضج والخلالة بضم الخاء وفتحها الخلالة ما يبقى في أصول السعف من التمر الذي ينتشر البرة حلقة في أحد جانبي أم في البعير والمقصود القمحة الأكنة الأغطية التي صنعها المولى لتلك الثمار انتهت الحاشية ذكر تلبيسه على الثنوية حاشية أشرت إلى تعريفها عند الحديث عن الفرق انتهت الحاشية قال المصنف وهم قوم قالوا صالع العالم اثنان ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمة وهما قديمان لم يزالا وليزالا قويين حساسين سميعين بصرين وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبير فجوهر النور فاضل حسن نير صاف نقي طيب الريح حسن المنظر ونفسه نفس خيرة كريمة حكيمة نفاعة منها الخير واللذة والسرور والصلاح وليس فيها شيء من الضرر ولا من الشر وجوهر الظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر ونفسه نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة ضرارة منها الشر والفساد كذا حكاه النوب اختي عنهم قال وزعم بعضهم ان النور لم يزل فوق الظلمة وقال بعضهم بل كل واحد الى جانب الاخر وقال اكثرهم النور لم يزل مرتفعا في ناحية الشمال والظلمة منحطة في ناحية الجنوب ولم يزل كل واحد منهما مباينا لصاحبه قال النوب اختي وزعموا ان كل واحد منهما له اجناس خمسة اربعة منها ابدان وخامس هو الروح وابدان النور الاربعة النار والريح والتراب والماء وروحه الشبح ولم تزل تتحرك الا في هذه الابدان وابدان الظلمة الاربعة الحريق والظلمة والسموم والضباب وروحها الدخان وسموا ابدان النور ملائكة وسموا ابدان الظلمة شياطين وعفاريت وبعضهم يقول الظلمة تتوالد شياطين والنور يتوالد ملائكة وان النور لا يقدر على الشر ولا يجوز منه والظلمة لا تقدر على الخير ولا تجوز منها وذكر لهم مذاهب مختلفة فيما يتعلق بالنور والظلمة ومذاهب سخيفة فمنها انه فرض عليهم ان لا يدخر الا قوت يوم وقال بعضهم على الانسان صوم سبع العمر وترك الكذب والبخل والسحر وعبادة الاوثان والزنا والسرقة وان لا يؤذي ذا روح في مذاهب سخيفة وطرائف طريفة اخترعوها بوقفاتهم الباردة وذكر يحيى بن بشر ان هاوندي ان قوما منهم يقال لهم الديصانية حاشية الديصانية اصحاب ديصان اثبتوا اصنين نورا وظلاما النور يفعل الخير قصدا واختيارا والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور وما كان من شرر وضرر ونتن وقبح فمن الظلام وزعموا ان النور حي عالم قادر حساس دراك ومنه يكون الحركة والحياة وان الظلام ميت جاهل عاجز جماد لا فعل ولا تميز وزعموا ان الشر يقع منه طباعة وزعموا ان النور جنس واحد انظر الملل والنحل للشهر الثاني في الجزء الثاني الصفحة السبعين وانتهت الحاشية وذكر يحيى بن بشر انها واندي ان قوما منهم يقال لهم ادي صانية زعموا ان طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم الباري الذي هو النور زمانا فتأذى بها فلما طال عليه ذلك قصد تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط بها فتركب منها هذا العالم النوري والظلمي فما كان من جهة الصلاح فمن النور وما كان من جهة الفسادف من الظلمة وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقونهم ويزعمون انهم يخلصون بذلك النور من الظلمة مذاهب سخيفة الذي حملهم على هذا انهم رأوا في العالم شرا واختلافا فقالوا لا يكون من اصل واحد شيئان مختلفان كما لا يكون من النار التبريد والتسخين وقد رد العلماء عليهم في قولهم ان الصالح اثنان فقالوا لو كان اثنين لم يخلوا ان يكون قادرين او عاجزين او احدهما قادر والثاني عاجز لا يجوز ان يكون عاجزين لان العاجز يمنع ثبوت الالوهية ولا يجوز ان يكون احدهما عاجزا فبقي ان يقال هما قادران فتصور ان احدهما يريد تحريك هذا الجسم في حالة يريد الاخر فيها تسكينه ومن المحال وجود ما يريدانه فان تم مراد احدهما ثبت عاجز الاخر ورد عليهم في قولهم ان النور يفعل الخير والظلمة تفعل الشر فانه لو هرب مظلوم فاستطر بالظلمة فهذا خير قد صدر من شر ولا ينبغي مد النفس مد النفس في الكلام مع هؤلاء فان مذهبهم خرافات ذكر تلبسه على الفلاسفة وتابعيهم حاشية الفلسفة باليونانية محبة الحكمة وهي قولية يعقلها العاقل فيعبر عنها مثل البرهان والاستقراء وفعلية وهي ما يفعله الحكيم لغاية كمالية ومن اشهر الفلاسفة سقراط وافلاطون وفيثاغورس وبقراط وقد تكلموا في وحدانية الباري والمعاد انهم ذكروا الحركة والسكون للخالق مما لبسه عليهم ابليس وغير ذلك انتهت الحاشية قال المصنف انما تمكن ابليس من التلبيس على الفلاسفة من جهة انهم انفردوا باعرائهم وعقولهم وتكلموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات الى الانبياء فمنهم من قال بقول الدهرية الا صانع للعالم حكاه النوبغتي وغيره عنهم وحكى النهاون بي ان ارستاطاليس واصحابه زعموا ان الارض كوكب في جوف هذا الفلك وان في كل كوكب عوالمة كما في هذا الارض وانهارا واشجارا وانكر الصانع واكثرهم اثبت علة قديمة للعالم ثم قال بقدم العالم وانه لم يزل موجودا مع الله تعالى ومعلولا له ومساويا غير متأخر عنه بالزمان مساوات المعلول لليلة والنور للشمس بالذات والرتبة لا بالزمان حاشية ارستاطاليس ابن نيقو ماخوس من اهل اصطاخواء وهو المقدم المشهور والمعلم الاول والحكيم المطلق عندهم ولد في اول سنة من ملك ازدشير اسلمه ابوه الى افلاطون وهو واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة الى الفعل وحكمها حكم واضع النحو والعروض وله كتبه في الطبيعيات والالهيات والاخلاق انظر الملل والنحل للشهرستاني في الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد المئة وانتهت الحاشية فيقال لهم لما انكرتم ان يكون العالم حادثا بارادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه فان قالوا فهذا يجب ان يكون بين وجود الباري وبين المخلوقات زمان قلنا الزمان مخلوق وليس قبل الزمان زمان ثم يقال لهم كان الحق سبحانه قادرا على ان يجعل سمك الفلك الاعلى اكثر مما هو بذراع او اقل مما هو بذراع فان قالوا لا يمكن فهو تعجيز ولان ما لا يمكن ان يكون اكبر منه ولا اصغر فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن والواجب يستغني عن علة وقد ستروا مذهبهم بان قالوا الله عز وجل صانع العالم وهذا تجوز عندهم لا حقيقة لان الفاعل مريد لما يفعله وعندهم ان العالم ظهر ضرورية لا ان الله فعله ومن مذاهبهم ان العالم باق ابدا كما لا بداية لوجوده فلا نهاية قالوا لانه معلول علة قديمة وكان المعلول مع العلة ومتى كان العالم ممكن الوجود لم يكن قديما ولا معلولا وقد قال جالينس لو كانت الشمس مثلا تقبله للعدام لظهر فيها ذبول في هذه المدة الطويلة حاشية ذابنا الشيء ضاعف وذهبت مضارته انتهت الحاشية وقد قال جالينس لو كانت الشمس مثلا تقبل العدام لظهر فيها ذبول في هذه المدة الطويلة فيقال له قد يفسد الشيء بنفسه بغذة لا بالذبول ثم من اين لها من اين له انها لا تذبل فانها عندهم بمقدار الارض مئة وسبعين مرة او نحو ذلك فلو نقص منها مقدار جبل لم يبل ذلك للحس نحن نعلم ان الذهب وليقوت يقبلان الفساد وقد يبقيان سنين ولا يحس نقصانهما وانما الايجاد والاعدام بارادة القادر والقادر لا يتغير في نفسه ولا تحدث له صفة وانما يتغير الفعل بارادة قديمة فصل وحكى النوبغتي في كتاب الاراء والديانات ان سقرات كان يزعم ان اصول الاشياء ثلاثة حاشية سقرات بن سفر نيساقوس من اثنى اقتبس الحكمة من فيثاغورس وارسالاوس واقتصر من اصنافها على الالهيات والاخلاقيات واشتغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب الاخلاق واعرض عن ملذات الدنيا واعتزل الى الجبل ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الانثان حبثه الملك لثورة الغاغة عليه ثم سقاه السم قال سقرات ان الباري تعالى لم يزل هويته فقط وهو جوهر فقط وقال ان علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية انظر الملنى والنحل في الجزء الثالث الصفحة الثامنة والعشرين وانتهت الحاشية حكى النوب اغتيو ان سقرات كان يزعم ان اصول الاشياء ثلاثة علة الفاعلة والعنصر والصورة قال والله تعالى هو الفعال والعنصر هو الموضوع الاول للكون والفساد والصورة جوهر للجسم وقال اخر منهم الله هو العلة الفاعلة والعنصر المنفاعل وقال اخر منهم العقل رتب الاشياء هذا الترتيب وقال اخر منهم بل الطبيعة فعلت وحكى يحيى بن بشر ابن عمير ان هاواندي ان قوما من الفلاسفة قالوا لما شاهدنا العالم مجتمعا ومتفرقا ومتحركا وساكنا علمنا انه محدث ولابد له من محدث ثم رأينا ان الانسان يقع في الماء ولا يحسن السباحة فاستغيث بذلك الصانع المدبر فلا يغيثه او في النار فعلمنا ان ذلك الصانع معدوم قال واختلف هؤلاء في عدم الصانع المدبر على ثلاث فرق فرقة زعلت انه لما اكمل العالم استحسنه فخشي ان يزيد فيه او ينقص منه فيفسد فاهلك نفسه وخلا منه العالم وبقيت الاحكام تجري بين حيواناته ومصنوعاته على ما اتفق وقالت الفرقة الثانية بل ظهر في ذات الباري ثؤلول حاشية البثر الصغير الصلب المستدير يظهر على الجلد كالحمصة او دونها والجمع ثاليل انتهت الحاشية وقالت الفرقة الثانية والجمع سنانير انتهت الحاشية وزعم انه سيجذب النور من العالم اليه حتى يعود كما كان ولضعفه عن مخلوقاته اهمل امرهم فشاع الجور حاشية الجور الميل عن القصد يقال جار عن الطريق وجار عليه في الحكم اي ظلمه انتهت الحاشية وقالت الفرقة الثالثة ان الباري لما اتقن العالم تفرقت اجزاؤه فيه فكل قوة في العالم فهي من جوهر اللاهوتية حاشية اللاهوت الانوهية كما يقال الناسوت لطبيعة الانسان وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله هذا الذي ذكره النهاواندي نقلته من نسخته بالنظامية قد كتبت منذ مئتين وعشرين سنة ولولا انه قد قيل ونقل في ذكره بيان ما قد فعل ابليس في تلبيسه لكان الاولى الاضراب عن ذكره تعظيما لله عز وجل لا يذكر بمثل هذا ولكن قد بينا وجه الفائدة في ذكره فصل وقد ذهب اكثر الفلاسفة الى ان الله تعالى لا يعلم شيئا وانما يعلم نفسه وقد ثبت ان المخلوق يعلم نفسه ويعلم خالقه فقد زادت مرتبة المخلوق على رتبة الخالق قال المصنف وهذا اظهر فضيحة من ان يتكلم عليه فانظر الى ما زينه ابليس لهؤلاء الحمقى مع دعائهم كمال العقل وقد خالفهم ابو علي ابن سيناء في هذا حاشية الشيخ الرئيس تحدث عن نفسه فقال ان ابي كان رجلا من اهل بلخ وانتقل منها الى بخارة اشتغل بالتصوف وتزوج من قرية افشنة وقطن بها وولدت بها وابن سيناء فيلسوف وطبيب وشاعر من تصانيفه الكثيرة القانون في الطب لسان العرب في اللغة تقاسيم الحكمة المبدأ والمعاد الارصاد الفلكية المجموع توفي سنة 28 و400 عن 58 سنة مواجم المؤلفين الجزء الرابع الصفحة العشرون البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والاربعون وانتهت الحاشية وقد خالفهم ابو علي ابن سيناء في هذا فقال بل يعلم نفسه ويعلم الاشياء الكلية ولا يعلم الجزئيات وتلقف هذا المذهب عنهم المعتازلة وكأنهم استكثروا المعلومات فالحمد لله الذي جعلنا ممن ينفي عن الله عز وجل الجهل والنقص ونؤمن بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الملك الرابعة عشرة وقوله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الأنعام التاسعة والخمسون وذهبوا إلى أن علم الله وقدرته هو ذاته فرارا من أن يثبتوا قديمين وجوابهم أن يقال إنما هو قديم موجود واحد موصوف بصفات الكمال فصل قال المصنف وقد أنكرت الفلاسفة بعث الأجساد ورد الأرواح إلى الأبدان ووجود جنة ونار جسمانيين وزعموا أن تلك أمثلة ضربت لعوام من ناس ليفهموا الثواب والعقاب الروحانيين وزعموا أن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمدية حاشية سرمدية منسوب إلى السرمد وهو الدائم الذي لا ينقطع انتهت الحاشية إما في لذة لا توصف وهي الأنفس الكاملة أو ألم لا يوصف وهي النفوس المتلوثة وقد تتفاوت درجات الألم على مقابين الناس وقد ينمحي عن بعضها الألم ويزول فيقال لهم نحن لا ننكر وجود النفس بعد الموت ولذلك سمي عودها إعادة ولا أن لها نعيما وشقاء ولكن ما المانع من حشر الأجسام ولما ننكر اللذات والآلم الجسمانية في الجنة والنار وقد جاء الشرع بذلك فنحن نؤمن بالجمع بين السعادتين والشقاوتين الروحانية والجسمانية وأما إقامتكم الحقائق في مقام الأمثال فتحكم بلا دليل فإن قالوا الأبدان تنحل وتأكل وتستحيل قلنا القدرة لا يقف بين يديها شيء على أن الإنسان إنسان بنفسه فلو صنع له البدن من تراب غير التراب الذي خلق منه لم يخرج عن كونه هو هو كما أنه تتبدل أجزاؤه من الصغر إلى الكبر وبالهزال والسمن فإن قالوا لم يكن البدن بدنا حتى يلقى من حالة إلى حالة إلى أن صار لحما وعروقا قلنا قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقف على المفهوم المشاهد ثم قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأجساد تنبت في القبور قبل البعث انتهى الوجه الأول فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوم قال أبيت قالوا أربعون شهر قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبل إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه خلق خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة حاشية صحيح رواه البخاري في التفسير سورة الزمر في الجزء الثامن صفحة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وسورة عما يتساءلون في الجزء الثامن الصفحة الثامنة والخمسين بعد الخمسمائة ومسلم في الفتن باب ما بين النفختين في الصفحة الحادية والأربعين بعد المئة وقوله أبيت معناه أبيت أن أجزم بأن المرادة أربعون يوما أو سانة أو شهرا بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة وقد جاءت مفسرة من الرواية غير مسلم أربعون سنة وعجب الزنب وصابت تباع الفلاسفة لكونهم حكماء قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على نهاية الذكاء وكمال الفطمة كما ينقل عن حكمة سقرات وأبوكرات وأفلاطون وأرستطاليس وجالينوس حاشيه بوكرات واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواخر وكان لا يأخذ على المعالجة أجره من الفقراء وأواسط الناس وقد شرط أن يأخذ من الأغنياء أحد ثلاثة أشياء طوقا أو إكليلا أو سوارا من ذهب فمن حكمه أنه قال استهينوا بالموت فإن مرارته في خوفه وقيل له أي العيش خير قال الأمن مع الفقر خير من الغنى مع الخوف وقال الحيطان والبرود لا تحفظ المدن ولكن يحفظها آراء الرجال وتدبير الحكماء ولما حضرته الوفاة قال خذوا جامع العلم مني من كثر نومه ولانت طبيعته وناديت جلدته طال عمره الملل والنحل الجزء الثالث الصفحة الرابعة والثمانون وانتهت الحاشية وهؤلاء كانت لهم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية واستخرجوا بفطنتهم أمورا خفية إلا أنهم لما تكلموا في الإلهيات خلطوا ولذلك اختلفوا فيها ولم يختلفوا في الحسيات والهندسيات قال المصنف وقد ذكرنا جنس تخليطهم في معتقداتهم وسبب تخليطهم والسبب أن قوى المشر لا تدرك العلوم إلا دملة والردوع فيها إلى الشرائع وقد حكي لها أولئي المتأخرين في أمتنا أن أولئك الحكماء كانوا ينكرون الصانع ويدفعون الشرائع ويعتقدونها نواميس وحيالا فصدقوا ما حكي لهم عنهم ورفضوا شعار الدين وأهملوا الصلوات ولابسوا المحذورات واستهانوا بحدود الشرع وخلعوا ربقة الإسلام حاشية نواميس جمع ناموس وهو صاحب سر الرجل أو جبريل عليه السلام أو القانون والشريعة انتهت الحاشية فاليهود والنصارى أعذروا منهم لكونهم متمسكين بشرائع دلت عليها معجزات والمبتبعة في الدين أعذر منهم لأنهم يدعون النظر في الأدلة وهؤلاء لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكماء أتراهم ما علموا أن الأنبياء كانوا حكماء وزيادة وما قد حكي لهؤلاء الفلاسفة من جحد الصانع محال فإن أكثر القوم يثبتون الصانع ولا ينكرون النبوات وإنما أهمل النظر فيها وشد منهم قليل فتابعوا الدهرية الذين فسدت أفهامهم بالمرة وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسبهم التفلسف إلا التحير فلا هم يعملون بمقتضاه ولا بمقتضى الإسلام بل فيهم يصوم رمضان ويصلي ثم يأخذ في الأتراض على الخالق وعلى النبوات ويتكلم في إنكار بعث الأجساد ولا يكاد يرى منهم أحد إلا وقد ضربه الفقر فأضر به فهو عامة زمانه في تسخط على الأقدار والأتراض على المقدر حتى قال لي بعضهم أنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك وكان يقول أشعارا كثيرة في هذا المعنى فمنها قوله في صفة الدنيا قال أتراها صنعة من غير صانع أم تراها رمية من غير رامي وقوله وحيرتا من وجود ما تقدمه من اختيار ولا علم فيقتبس كأنه في عماء ما يخلصنا منه ذكاء ولا عقل ولا شرس ونحن في ظلمات ما لها قمر فيها يضيء ولا شمس ولا قبس مدلهين حيار قد تكنفنا جهل يجهمنا في وجهه عبس فالفعل فيه بلا ريب ولا عمل والقول فيه كلام كله هوس حاشية شارس يقال شارس شرس وشراس سأخلقه واشتد خلافه وفي نسخة ظلم ماء ونحن في ظلم في ظلمة ماء وشطر من الناحية السياقية والعرضية يجوز فيه الاثنان وجهماه جهما استقبله بوجه كريه واغض له في القول والمدله من الرجال الذهب العقل من عشق ونحوه انتهت الحاشية فصل ولما كانت الفلاسفة قريبا من زمان شريعتنا والرهبانة كذلك مد بعض اهل ملتنا يده الى التمسك بهذه وبعضهم مد يده الى التمسك بهذه فترى كثيرا من الحنق اذا نظروا في باب الاعتقاد تفلسفوا تفلسفوا واذا نظروا في باب التزهد ترهبانوا فنسأل الله ثباتا على ملتنا وسلامة من عدونا انه ولي الاجابة ذكر تلبيسه على اصحاب الهياكل حاشية الهياكل هي السيارات السبع من الكواكب تعرف تعرف هؤلاء على منازلها ومطالعها ومغالبها واتصالاتها وقسموا الايام والليالي والساعات عليها وكذلك قدروا الصور والاشخاص والاقاليم وسموا هذه الهياكل اربابا والله تعالى هو رب الارباب واعتقدوا ان الهياكل ابدان الروحانيات ومن تقرب الى شخص تقرب الى روحه ومن هنا كانت الكهانة والسحر والتعزيم واتخذوا اصناما على مثال الهياكل تقربهم الى الله زلفا وقد اقام سيدنا ابراهيم عليه السلام الحجة في ابطال الهياكل الفصل في المنل والنحل لابن حزن وانتهت الحاشية ذكر تلبيسه على اصحاب الهياكل وهم قوم يقولون ان لكل روحاني من الروحانيات العلوية هيكل اعني جرما من الاجرام السماوية هو هيكله ونسبته الى الروحاني المختص به نسبة ابداعنا الى عرواحنا فيكون هو مدبره والمتصرف فيه فمن جملة الهياكل العلوية السيارات والثوابت قالوا ولا سبيل لها الا الروحاني بعينه فيتقرب الى هيكله بكل عبادة وقربان وخال اخرون منهم لكل هيكل سماوي شخص من الاشخاص السفلية على صورته وجوهره فعمل هؤلاء الصور ونحت الاصنام وبنوا لها بيوتا قال المصنف وقد حكى يحيى بن بشر انها واندي ان قوما قالوا الكواكب السبعة هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر هي المدبرات لهذا العالم وهي تصدر عن امر الملأ الاعلى ونصبوا لها الاصنام على صورتها وقربوا لكل واحد منها ما يشبهه من الحيوان فجعلوا لزحل جثما عظيما من الانك اعمى يقرب اليه بثور حسن يؤتى به الى بيت تحته محفور وفوقه الدرعبزين من حديد على تلك الحفرة فيضرب الثور حتى يدخل البيت ويمشى على ذلك الدرعبزين من الحديد فتغوص رجلاه ويداه هناك ثم توقد تحته النار حتى يحترق حاشية الانك الرصاص الاسود انتهت الحاشية حتى يحترق ويقول له المقربون مقدس انت ايها الاله الاعمى المطبوع على الشر الذي لا يفعل خيرا قربنا لك ما يشبهك فتقبل منا وكفنا شرك وشر ارواحك الخبيثة ويقربون للمشتري صديا طفلا وذلك انهم يشترون جارية ليطاءها السدنة للاصنام السبعة فتحمل وتترك حتى تضع حاشية السدنة مفردها ساد وهو خادم الكعبة وبيت الاصنام انتهت الحاشية وتترك حتى تضع ويأتون بها والصبي على يدها ابن ثمانية ايام فينخسونه بالمثال حاشية مفردها المسلة وهي الابرة الضخمة انتهت الحاشية فانخسونه بالمثال والابرد وهو يبكي على يد امه فيقولون له ايها الرب الخير الذي لا يعرف الشر قد قربنا لك من لا يعرف الشر يجانسك في الطبيعة فتقبل قرباننا وارزقنا خيرك وخير ارواحك الخيرة ويقربون للمريخ رجلا اشقر ان مشى ابيض الرأس من الشقرة يأتون به فيدخلون في حوض عظيم ويشدون قيوده الى اوتاد في قعر الحوض ويملؤون الحوض زيتا حتى يبقى الرجل قائما الى حلقه ويخلطون بالزيت الادوية المقوية للعصب والمعفنة للنحم حتى اذا دار عليه الحول بعد ان يغذى بالاغذية المعفنة للنحم والجلد قبضوا على رأسه فملخوا عصبه من جلده ولفوه تحت رأسه واتوا به الى صنمهم الذي هو على صورة المريخ فقالوا ايها الاله الشرير ذو الفتن والجوائح قربنا اليك ما يشبهك فتقبل قرباننا واكفنا شرك وشر ارواحك الخبيثة الشريرة ويجعمون عمر الرأس تبقى فيه الحياة سبعة ايام وتكلمهم بعلم ما يشيبهم تلك السنة من خير وشر حاشية نامش نامش صار بجلده بقع تخالف لونه فهو نامش وانمش الجوائح مفردها جائحة وهي المصيبة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله انتهت الحاشية ويقربون للشمس تلك المرأة التي قتلوا ولدها للمشتري ويطوفون بصورة الشمس ويقولون مسبحة مهللة انت ايتها الالهة اللورانية قربنا اليك ما يشبهك فتقبلي قرباننا وارزقينا من خيرك واعيذينا من شرك ويقربون للزهرة عجوزا شمطاء ماجنة يقدمونها بين يديها وينادون حولها حاشية الاشمط المختلط سواد شعره ببيض وهي شمطاء وماجنة اي قل حياؤها انتهت الحاشية يقدمونها بين يديها وينادون حولها ايتها الالهة الماجنة اتيناك بقربان بياضه كبياضك ومجانته كمجانتك وظرفه كظرفك فتقبليها منا ثم يأتون بالحطب فيجعلونه حول العجوز ويضرمون فيه النار الى ان تحترق فيحثون رمادها في وجه الصنم ويقربون لعطارد شابا ازمر حاسبا كاتبا متأدبا يأتون به بحيلة وكذلك يفعلون بالكل يخدعونهم ويبنجونهم ويسقونهم ادوية تزيل العقل وتخرس الالسنة فيقدمون هذا الشاب الى صنم عطارد ويقولون ايها الرب الضريف جئناك بشخص ضريف وبطبعك اهتدينا فتقبل منا ثم ينشر الشاب نصفين ويربع ويجعل على اربع خشبات حوله ويضرم في كل خشبة النار حتى تحترق ويحترق الربع معها ويحثون رماده في وجهه ويقربون للقمر رجلا ادم كبير الوجه ويقولون له يا بريد الالهة وخفيف الاجرام العلوية حاشية ادم اي اسمر انتهت الحاشية ويقولون له يا بريد الالهة وخفيف الاجرام العلوية ذكر تلبيسه على عباد الاصنام قال المصنف كل محنة لبس بها ابليس على الناس فسببها الميل الى الحس والاعراض عن مقتضى العقل ولما كان الحس يأنس بالمثل دعا ابليس لعنه الله خلقا كثيرا الى عبادة الصور وابطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة فمنهم من حسن له انها الالهة وحدها ومنهم من وجد فيه قليل فطمة فعلم انه لا يوافقه على هذا فزين له ان عبادة هذه تقرب الى الخالق فقالوا ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا الزمر الثالثة ذكر بداية تلبيسه على عباد الاصمام عن هشام ابن محمد ابن السائر الكلبي قال حشين يجب الشك في الاثال المروية عن هشام وابيه لان علماء الجرح والتعديل حكموا عليهم باقوال تخرجهما عن العدالة والضبط فهشام ابن محمد قال فيه الدار قطني وغيره متروك وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة وقال ابن معيم غير ثقة الضعفاء والمتروكون الصفحة الثالثة والستون والخمسمائة ميزان الاعتدال الجزء الرابع الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائة اما ابوه فقد كذبه سليمان التيمي وزائدة وابن معين وابن حجر وقال ابن حبان كان الكلبي سبائيا من اولئك الذين يقولون ان عليا لم يمت وانه راجع الى الدنيا يملؤها عدلا كما ملئت جورة وان رأوا سحابة قالوا امير المؤمنين الضعفاء والمتركون الصفحة الثامنة والستون والاربعمائة ميزان الاعتدال اللزء الثالث الصفحة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة وانتهت الحاشية عنه شام بن محمد بن سائب الكلبي قال اخبرني ابي قال اول ما عبدت الاصنام ان ادم عليه السلام لما مات جعله بن شيث بن ادم في مغارة في الجبل الذي اهبط عليه ادم بارض الهند ويقال للجبل بوذ وهو اخصب جبل في الارض قال هشام فاخبرني ابي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال فكان بن شيث ابن ادم عليه الصلاة والسلام يأتون جسد ادم في المغارة فيعظمون له ويترحمون عليه فقال رجل من بني قابيل يا بني قابيل ان لبني شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء فنحت لهم صنم فكان اول من عمل ها قال هشام واخبرني ابي انه كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين حاشيه ذكرت هذه الاسماء في سورة نوح عليه السلام لاصنام خمسة انتهت الحاشيه كانوا قوما صالحين فماتوا في شهر فجزى عليهم اقاربهم فقال رجل من بني قابيل يا قوم هل لكم ان اعمل لكم خمسة اصنام على صورهم غير انني لا اقدر ان اجعل فيها ارواح فقال نعم فنحت لهم خمسة اصنام على صورهم ونصب ها لهم فكان الرجل منهم يأتي اخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الاول وعملت على عهد يزد ابن مهلا ييل ابن قينان ابن انوش ابن شيث ابن ادم ثم جاء قرن اخر فعظموهم اشد تعظيم من القرن الاول ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم الاولون هؤلاء الا وهم يرجون شفاعتهم عند الله عز وجل فعبدوهم وعظموا امرهم واشتد كفرهم فبعث الله تعالى اليهم ادريس عليه الصلاة والسلام فدعاهم فكذبوه فرفعه الله مكانا علي ولم يزن امرهم يشتد فيما قال الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس حتى ادرك نوح فبعثه الله نبيا وهو يوم ابن اربعمائة وثمانين سنة فدعاهم الى عبادة الله عز وجل مائة وعشرين سنة فعصوه وكذبوه فأمرهم الله تعالى ان يصنع الفلك فعاملها وفرغ منها وركبها وهو ابن ستمائة سنة وغرق من غرق ومكث بعد ذلك ثلاثمائة سنة وخمسين سنة فكان بين ادم ونوح الف سنة ومائة سنة فاهبط الماء هذه الاصنام من ارض الى ارض حتى قذفها الى ارض جدة فلما نضبت الماء بقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها قال الكلبي وكان عمر ابن لحي كاهن وكان يكن ابا ثمامة له رئي من الجن حاشية الرئي الجن يعرض للانسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب انتهت الحاشية فقال له عجل المسير وضعنا من تهامة بالسعد والسلامة ائتي صفا ايتي صفا جدة تجد فيها اصناما معدة فاوردها تهامة ولا تهب ثم ادعو العرب الى عبادتها تجد حاشية تهامة المنطقة التي بحذاء البحر الاحمر ومنها مكة وهي تبدأ من اليمن وتمتد شمال وسميت بذلك لشدة حرها وركود ريحها ويقال سميت بذلك لتغير هوائها معجم البلدان الجزء الثاني صفحة الثالثة والستون والرابعة والستون انتهت الحاشية فأتا فأتا نهر جد فاستثارها ثم حملها حتى ورد بها تهامة وحضر الحج فدعا العرب الى عبادتها قاطبة فاجابه عوف بن عذرة ابن زيد اللات فدفع اليه ود فحمله فكان بواد القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبد وود فهو اول من سمي به وجعل عوف ابنه عامر سادنا له فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالاسلام حاشية دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة ووادي القرى واد بين المدينة والشام هو من اعمال المدينة كثير القرى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع عنوة ثم صالح اهلها على الجزية معظم البلدان الجزو الخامس الصفحة الخامسة والاربعون والثلاثمائة ودومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل يطي كانت به بلو كنانة من كلب وحصنها مارد وسميت بذلك لان حصنها مبني بالجندل الحجارة وقد فتحت في عهد الرسول سنة تسع على يد خالد ابن الوليد معجم البلدان الجزو الثاني صفحة السابعة والثمانون والاربعون وانتهت الحاشية وسمى ابنه عبد ود فهو اول من سمي به وجعل عوف ابنه عامرا سادلا له فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالاسلام قال الكلبي حدثني مالك ابن حارثة انه رأى ود قال وكان ابي يبعثني باللبن اليه ويقول اسقي الهك فاشربه قال ثم رأيت خالد ابن الوليد بعد كسره فجعله جذاذا وكان عصول الله صلى الله عليه وسلم بعثه من غزوة تبوك لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره وقاتل يومئذ رجلا من بني عبد ودي قال له قطن ابن سريح فاقبلت امه وهو مقتول وهي تقول الا تلك المودة لا تدوم ولا يبقى على الدهر النعيم ولا يبقى على الحدثان عفر له ام بشاهقة رؤوم حاشية العفر والعفر بضم العين وكسرها الشجاع والغليظ الشديد رائمة الانثى ولدها احبته وعطفت عليه ولزمته فهي رائمة ورائم ورؤوم وفي المثل ظئر رؤوم خير من ام سأوم يضرب في عدم الشفقة وقلة الاهتمام انتهت الحاشية ثم قالت يا جامعا جامع الاحشاء والكبد يا ليت امك لم تولد ولم تلد ثم اكبت عليه فشهقت وماتت قال الكلبي فقلت لمالك ابن حارثة صف لي ودا حتى كأني انظر اليه قال كانت امثال رجل اعظم ما يكون من الرجال قد دبر اي نقش عليه حلتان متزر بحلة مرتب باخرى عليه سيف قد تقلده وتنكب قوس وبين يديه حربة فيها لواء ووفض فيها نبل يعني جعبتها حاشية الوفضة الجعبة التي توضع فيها السهم انتهت الحاشية قال واجابت عمر بن لحي مضر بن نزار فدفع الى رجل من هذيل يقال له الحارث ابن تميم ابن سعد ابن هذيل ابن بدركة ابن الياس ابن مضر سواع وكان بارض يقال لها رهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر فقال رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوف كما عكفته ذيل على سواع يظل حياته صرع لديه غنائم من ذخائر كل راعي اجابته مضحج فدفع فدفع تعبده تعبده همدان من من نصر 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 فكانت لحمير في الجزء ازرق اول من اول من سيب السوائب وعبد الاصنام ابو خزاعة عمر ابن عامر واني رأيته في النار يجر امعاءه فيها ان اول من سيب السوائب وعبد الاصنام ابو خزاعة عمر ابن عامر واني رأيته في النار يجر امعاءه فيها البخاري في التفسير سورة المائدة الجزء الثامن الصفحة الثانية والثلاثون والمئة والثالثة والثلاثون والمئة وفي المناقب باب قصة خزاعة في الجزء السادس صفحة الثانية والثلاثين والستمائة والثالثة والثلاثين والستمائة ومسلم في الجنة باب النار يدخلها الجبارون في الصفحة الخمسين والحادية والخمسين واحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة الخامسة والسبعين بعد المائتين والسادسة والستين والثلاثمائة وفي الجزء الاول في الصفحة السادسة والاربعين والاربعين والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع الصفحة الخامسة بعد الستمائة وصحيح الجامع للالباني برقم اربعة وعشرين بعد الالفين وبرقم ثمانين وخمسمائة بعد الالفين وفي السلسلة الصحيحة برقم سبعة وسبعين وستمائة بعد الالف وانتهت الحاشية قال هشام وحدثني ابي وغيره ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام لما سكن مكة وولد له فيها اولاد فكاثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق ضقت عليه المكة ووقعت بينهم الحروب والعدوات فاخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتمث المعاش فكان الذي حملهم على عبادة الاوثان والحجارة انه كان لا يضعان من مكة ضاعن الا احتمل معه حجرا من حجارة الحام تعظيما للحرم وصيانة لمكة حاشية ضاعن ضاعنا وضعونا سار وارتحل انتهت الحاشية تعظيما للحرم وصيانة لمكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصيانة للحرم وحب النهر وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحدون ويعتمرون على اثر ابراهيم واسماعيل ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل عليهم السلام غيره فعبدوا الاوثان وصاروا الى ما كانت عليه الامم من قبلهم واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم واسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدرفة واهداء البدن والاهلال بالحج والعمرة وكانت نزار تقول اذا ما اهلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكا لك الا شريكا هو لك تملكه وامام لك وكان اول من غير دين اسماعيل ونصب الاوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة عمر بن ربيعة وهو لحي بن حارفة وهو ابو خزاعة وكانت ام عمر بن لحي فهيرة بنت عمر بن الحارث وكان الحارث هو الذي يلي امر الكعبة فلما بلغ عمر بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهم ابن اسماعيل فظافر بهم واجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت من بعدهم ثم انه مارض مرضا شديدا فقيل له ان بالبلقاء من ارض الشام حمه ان اتيتها برئت فاتاها فاستحم بها فبعأ ووجد اهلها يعبدون الاصنام فقال ما هذه فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو فسألهم ان يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة واتخذت العرب الاصنام هاشية البلقاء كورة من اعمال دمشق بين الشام ووادي القرى وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة سميت بذلك لان بالق من بني عمال ابن لوط عمرها معجم البلدان الجزء الثاني صفحة السادسة وسبعون والمئتان وسبعة وسبعون والمئتان حمه كل عين ماء حارة تنبع من الارض يستشفى بالاغتسال من مائها وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر في جزء السادس صفحة الثالثة والثلاثين والستمائة والرابعة والثلاثين والستمائة وانتهت الحاشية وكان اقدمها مناه وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المسلك بقديد بين مكة والمدينة وكانت العرب جميعا تعظمه والاوس والخزرج ومن نزل المدينة ومكة وما والاها واذبحون له ويهدون له وعن ابي بشر قال كانت الاوس والخزرج ومن يأخذ ما اخذهم من العرب من اهل يثرب وغيرها يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم فاذا نفروا اتوه فحلقوا عنده رؤوسهم واقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما الا بذلك وكانت مناه لهذيل وخزاعة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فهدمها عام الفتح ثم اتخذ اللات بالطائف وهي احدث من مناه وكانت صخرة مرتفعة وكانت سدنتها من ثقيف حاشية وفي نسخة وكانت صخرة مربعة والسياق يقتضي الاثنين انتهت الحاشية وكانت سدنتها من ثقيف وكانوا قد بنوا عليها بناء وكانت قريش وجميع العرب تعظمها وكانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم فلم يزالوا كذلك حتى اسلامت ثقيف فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار ثم اتخذوا العزة وهي احدث من اللات اتخذها ظالم ابن اسعد وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت العزة شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد ابن الوليد فقال اتي بطن نخلة فانك تجد ثلاث سمرات فاعتضد الاولى فاتاها فعضدها فلما جاء اليه قال هرأيت شيئا قال لا قال فاعضد الثانية فأتاها فعضدها ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هرأيت شيئا قال لا قال فاعضد الثالثة فأتاها فإذا هو بجنية فإذا هو بجنية نافشة شعرها واضع يديها على عاتقها تصر بأنيابها وخلفها ديابة السلمي وكان سادنها فقال خالد يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممه ثم عضد الشجرة وقتل ديابة السادن ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب حاشية ضعيف أسيوطي في الجامع الصغير بنفظ ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم في الجزء الثاني الصفحة العشرين وضعيف الجامع للألباني والحممة والحممة بضم الحاء وفتح الميمين الرماد وكل ما احترق من النار انتهت الحاشية قال هشام وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها وأعظمهم وأعظمها عندهم هبل وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب وكان أول من نصب خذيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر وكان في جوف الكعبة وكان قدامه سبعة أقداح مكتوب في أحدها صريح وفي الآخر ملصق فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقدح فإن خرج صريح ألحقوه وإن خرج ملصق دفعوه وكانوا إذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرا أو عمل أتوه فاستقسموا بالقداح عنده وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل أي على دينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبونه فقالوا وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل حاشية صحيح البخاري في الجهاد باب ما يكره من التنازع الجزء السابس صفحة الثامنة والثمانون والمئة وفي المغازي باب غزوة أحد في الجزء السابع في الصفحة الخامسة بعد الأربعمائة وانتهت الحاشية وكان لهم أساف ونائلة وعن ابن عباس أن أساف رجل من جرهم يقال له أساف بن يعلى ونائلة بنت زيد من جرهم وكان يتعشقها في أرض اليمن فأقرل حجاجا فدخلا البيت فوجد غفلة من الناس وخلوة من البيت ففاجر بها في البيت فمثخا فأصبحوا فوجدوهما ممسوخين وأخرجوهما فوضعوهما موضعهما فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب قال هشام لما مسخا حجرين وضعا عند البيت ليتائظ الناس بهما فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام وعبدا معها وكان أحدهما ملسقا بالكعبة والآخر في موضع زمزم فنقلت العرب الذي كان ملسقا بالكعبة إلى الآخر فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة وكان مرة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج وكانت بالتبالة بين مكة والمدينة على مسيرة سبع ليال من مكة حاشية المروة حجارة براقة يقدح منها النار وتبالة تطلق على موضعين أحدهما موضع ببلاد اليمن والثاني بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن وبين تبالة هذه ومكة اثنان وخمسون فرسخاء وبينها وبين الطائف سكة أيام معجم البلدان اللزء الثاني الصفحة التاسعة وانتهت الحاشية وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير رضي الله عنه ألا تكفن ذا الخلصة فوجهه إليه فسار بأحمس فقابلته خثعم وباهلة فظفر بهم وهدم بنيان ذي الخلصة وأضرم فيه النار وذي الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة حاشية الحديث صحيح رواه البخاري في مناقب الأنصار باب ذكر جليل بن عبد الله للبجلي في الجزء السابع الصفحة الرابعة والستين والمئة وفي المغازي باب غزوة ذي الخلصة في الجزء السابع الصفحة التاسعة والستين والستمئة والسبعين والستمئة ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جليل في الصفحة السالسة والثلاثين والمئة والسبعة والثلاثين والمئة وروايتان بلفظ ألا تريحني ولفظ هل أنت مريحي فسار بأحمس أي بشدة وصلابة في الدين والقتال انتهت الحاشية وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين فلما أسلم بعث رسول وي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمر فحرقه وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الثارع وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر وكان لمزينة صنم يقال له فهم وبه كانت تسمى عبد فهم وكان لعنز صنم يقال له سعير وكان لطي صنم يقال له الفلس وكان لأهل كل واد من مكة صنم في دارهم يعبدونه فإذا أرد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به ومنهم من اتخذ بيته ومن لم يكن له صنم ولا بيت نصب حجرا مما استحسن ثم طاف به وسموها الأنصاب وكان الرجل إذا سفر فنزل منزله أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعله ثالثة الأثاف لقدره فإذا ارتحل تركه حاشية الأثاف ما يوضع عليه القدر انتهت الحاشية فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة دخل المسجد والأنصام منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها حاشية أي بطرفها المنحني قال النووي وهي المنعطف من طرف القوس انتهت الحاشية وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سورة الإسراء الآية الحادية والثمان ثم أمر بها فكفئت على وجوهها ثم أخرجت من المسجد فحرقت حاشية صحيح البخاري في المغازي بعد أين ركز النبي راية يوم الفتح الجزء السابع صفحة التاسعة بعد الستمائة ومسلم في الجهاد باب فتح مكة في صفحة الرابعة والثمانين وباب إزالة الأصنام من حول الكعبة في صفحة السابعة والثمانين وفقه سير الغزالي في صفحة الثالثة بعد الاربعمائة امتهت الحاشية وعلي ابن عباس رضي الله وعنهما أنه قال في زماني يزدجرد عبذت الأصنام ورجع من رجع عن الإسلام وعن مهدي ابن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب ولحقنا بالنار قال وكنا نابد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذ الأحسن وإذا لم نجد حجر جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به حاشية سناده صحيح مهدي ابن ميمون الأزدي ثقة من صغار السادسة التقريب الجزء الثاني صفحة التاسعة والسبعون والمئتان وأبو رجاء العطاردي بصري تابعي ثقة وكان جاهلية أدرك زمن النبي ولم يره تاريخ الثقات الصفحة التاسعة والاربعون والتسعمائة بعد الألف التهذيب اللزء الثامن الصفحة الاربعون بعد المئة انتهت الحاشية وعن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه فنحلب عليه فنعبده وكنا نعتمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه حاشية أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة السادسة بعد ثلاثمائة انتهت الحاشية عن أبي عثمان النهدي قال كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمس لكم ربا غيره قال فخرجنا على كل صعب وذلول فبينما نحن كذلك نطلب إذا نحن بمنادي ينادي إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه قال فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور حاشية عبد الرحمن ابن مل متفق على توثيقه أخرج له الجماعة التهذيب اللزء السادس صفحة السابعة والسبعون بعد المائتين وهو يشير إلى أبي عثمان النهدي الجزور ما يصلح لأي يذبح من الإبل انتهت الحاشية وعن عمر ابن عبسة قال حاشية هو ابن عامر ابن خالد السلامي أبو نجيح صحابي مشهور أسلم قديمة وهاجر بعد أحد ثم نزل الشام التقريب الجزء الثاني صفحة الرابعة والسبعون وانتهت الحاشية وعن عمر ابن عبسة قال كنت امرأ ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم آلهة فيخرج الحي منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبد ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره وعن شيخ من ساكن مكة قال سئل سفيان بن عيين كيف عبدت العرب الحجارة والأصنام فقال أصل عبادتهم الحجارة أنهم قالوا البيت حجر فحيثما نصبنا حجر فهو بمنزلة البيت وقال أبو معشى كان كثير من أهل الهند يعتقدون الربوبية ويقرون بأن لله تعالى ملائكة إلا أنهم يعتقدونه صورة كأحسن الصور وأن الملائكة أجسام حسان وأنه سبحانه وتعالى وملائكة محتجبون بالسماء فاتخذوا أصناما على صورة الله سبحانه عندهم وعلى صور الملائكة فعبدوها وقربوا لها لموضع المشابهة على زعمهم وقيل لبعضهم إن الملائكة والكواكب والأفلاك أقربوا الأجسام إلى الخالق فعظموها وقربوا لها ثم عملوا الأصنام وبنى جماعة من القدماء بيوتا كانت للأصنام فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان حاشية أصبهان مدينة من المدن الفارسية وهي اسم للاقليم بأسره ولهم في تسميتها بهذا الاسم خلاف وهي صحيحة الهواء نفيسة الجو خالية من جميع الهوام وكان فتحها في سنة سنة ثلاث وعشرين واربعة وعشرين في خلافة عمر معجم البلدان في الجزء الأول للصفحة التاسعة والستين بعد المائتين إلى الخامسة والسبعين بعد المائتين وانتهت الحاشية فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت فيه أصنام أخرجها كوش تاسب لما تمجس وجعله بيت نار والبيت الثاني والثالث في أرض الهند والرابع بمدينة بلخ حاشية بلخ مدينة مشهورة بخراسان وهي من أجمل مدنها وأكثرها خيرة وأوساعها غلة وقد افتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان المعجم اللزء الثاني الصفحة الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين انتهت الحاشية والرابع بمدينة بلخ بناه بنو شهر فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة حاشية صنعاء منسوبة إلى جودة الصنعاء في ذاتها كقولهم امرأة حسناء والنسبة إليها صنعاني على غير القياس وصنعاء موضعان أحدهم باليامن وهي العظمى وأخرى قرية بالغوطة بدمشق وقد روي في تسمية اليمانية أوجه كثيرة ذكرها ياقوت الحموي أما الأخرى فقد خربت الآن معجم البلدان الجزء الثالث صفحة الخامسة والعشرون والأربعمائة إلى الثلاثين والأربعمائة وانتهت الحاشية والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة فخربه عثمان بن عفان رضي الله عنه والسادس بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم وذكر يحيى بن بشر بن عمير النهاواندي أن شريعة وعضى لهم أصنام وجعل لهم أعظم بيوتهم بيتا بالميلتان وهي مدينة من مدائم السند وجعل فيه صنمهم الأعظم الذي هو كصورة الهيول الأكبر وهذه المدينة فتحت في أيام الحجاج وأرادوا قنع الصنم فقيل لهم ان تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من مال فأمر عبد الملك بن مروان بتركه فالهند تحج إليه من ألف فرسخ ولابد للحاج أن يحمل معه دراهم على قدر ما يمكنه من مئة إلى عشرة آلاف لا يكون أقل من هذا ولا أكثر ومن لم يحمل معه ذلك لم يتم حجه فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوفون بالصنم فإذا ذهبوا قسم ذلك المال فثلثه للمسلمين وثلثه لإمارة المدينة وحصولها وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه قال المصنف فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء وذهب بعقولهم فنحتوا بأيديهم ما عبدوه وما أحسن من عاب الحق سبحانه وتعالى أصنامهم فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطيشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها الأعراف الخامسة والتسعون والمئة وكانت الإشارة إلى العباد أي أنتم تمشون وتبطيشون وتبصرون وتسمعون والأصنام والأصنام عجزة عن ذلك وهي جماد وهم حيوان فكيف عبد التام الناقصة ولو تفكروا لعلموا أن الإله يصنع الأشياء ولا يصنع ويجمع وليس بمجموع وتقوم الأشياء به ولا يقوم بها وإنما ينبغي للإنسان أن يعبد من صنعه لا ما صنعه وما خيل إليهم أن الأصنام تشفع فخيال ليس فيه شبهة يتعلق بها ذكر تلبيسه على عابد النار والشمس والقمر حاشية بيوت ميران للمجوس بدأت بأول بيت لأفيد ومسائلهم تدور على قاعدتين إحداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة والثانية سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معاد الملل والنحل الجزء الثاني الصفحة التاسعة والخمسون انتهت الحاشية قال المصنف قد لبس إبليس على جماعة فحسن لهم عبادة النار وقالوا هي الجوهر الذي لا يستغني العالم عنه ومن هنا زينت عبادة الشمس وذكر أبو جعفر ابن جرير الطبري أنه لما قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن أتاه إبليس فقال له إنما تقبل قربان هابيل وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت نار تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها قال الجاحظ حاشيا الجاحظ الجاحظ هو عمر ابن بحر ابن محبوب الكناني البصري المعتزلي أبو عثمان عالم أديب مشارك في أنواع العلوم ولد بالبصرة سنة خمسين ومئة سمع من أبي عبيدة والأصمعي وغيرهم أخذ النحو عن الأخفش وأخذ الكلام عن النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالميربد وتنسب إليه الفرقة الجاحظية وأقام مدة ببغداد من تصانيفه الكثيرة الحيوان البيان والتبيين الطباع البخلاء إلى آخره وتوفي سنة خمسين وخمسين ومئتين معجم المؤلفين الجزء الثامن الصفحة السابقة انتهت الحاشية وجاء زرادشت من بلخ حاشية زرادشت ابن بورشب ظهر في زمان كشتاسف وأبوه كان من أذربيجان وأمه من الري زعموا أن لهم أنبياء وملوكة وأن الله جعل روح زرادشت في شجرة أنشأها في أعلى عليهم وغرسها في جبل من أذربيجان وغير ذلك كثير من تلبيس إبليس الملل والنحل الجزء الثاني الصفحة الثانية والستون انتهت الحاشية وجاء زرادشت من بلخ وهو صاحب المجوس فدعى أن الوحية ينزل إليه على جبل سيلان فدعى أهل تلك النواحي الباردة الذين لا يعرفون إلا البرد وجعل الوعيد يتضاعف بتضاعف البرد وأقرى بأنه لم يبعث إلا إلى الجبال فقط وشرع لأصحابه التوضأ بالأبوال وغشيان الأمهات وتعظيم النيران مع أمور سمجة انتهى الوجه الأول قال ومن قول زرادشت كان الله وحده فلما طالت وحدته فكر فتولد من فكرته إبليس فلما مثل بين يديه وعراد قتله امتنع منه فلما رأى امتناعه ودعه إلى مدة قال المصنف وقد بنى عابد النار لها بيوتا كثيرة فأول من رسم لها بيتا أفريدا فاتخذ لها بيتا بطرصوص وآخر ببخارة حاشية طرصوص كلمة عجمية رومية لا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وعليها سوران وخندق واسع ولها ستة أبواب ويشقها نهران البردان وبها قبر المأمون وما زالت موطنا للزهاد والصالحين يقصدونها ثم لم تزل مع المسلمين في أحسن حال إلى أن كان سنة أربعين وخمسين وثلاثمائة فاستولى عليها الروم معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون وبخارة من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها بينها وبين جيحون يوما وكانت قاعدة ملك السامانية وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه وقد فتحت في عهد معاوية وينسب إليها خلق كثير من آئمة المسلمين منهم إمام أهل الحديث البخاري معظم البلدان الجزء الثاني صفحة الحادية والثمانون إلى سادسة والثمانين انتهى واتخذ لها بهما بيتا بسجستان حاشية سجستان بكسر الأولى والثانية إحدى بلدان المشرق بينها وبين هراه عشرة أيام وأرضها كلها عملة سبخة وبها نخل كثير وتمر وفي رجالهم عظم خلق وجلادة اللزء الثالث صفحة التسعون والمئة والثانية والتسعون والمئة انتهت الحاشية واتخذ لها أبو قباذ بيتا بناحية بخارة وبنيت بعد ذلك بيوت كثيرة لها وقد كان زرادشت وضع نارا زعم أنها جاءت من السماء فأكلت قربانهم وذلك أنه بنى بيتا وجعل في وسطه مرآه ولف القربان في حطب وطرح عليه الكبريت فلما استوت الشمس في كبد السماء قابلت كوة قد جعلها في ذلك البيت فدخل شعاع الشمس فوقع على المرآة فانعكس على الحطب فوقعت فيه النار فقال لا تطفئ هذه النار فصل فصل قال المصنف وقد حسن إبليس لعنه الله لأقوام عبادة القمر ولآخرين عبادة النجوم قال ابن قتيبة حشيه أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة العالم الكبير أصله فارسي من مدينة مرو ولد سنة ثلاث عشرة بعد المئتين ساكن بغداد وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته وتصانيفه كلها مفيدة منها غريب القرآن غريب الحديث مشكل القرآن طبقات الشعراء كانت وفاته سنة سبع وستين ومئتين أو سنة ست وسبعين ومئتين بغية الوعاء الصفحة الحديث والتسعون بعد المئتين شذرات الذهب الجزء الثاني صفحة التاسعة والستون والمئة وانتهت الحاشية قال ابن قتيبة وكان قوم في الجاهلية عبدوا الشعراء العبور وفتنوا بها وكان أبو كرشة الذي كان المشركون ينسبون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من عبدها وقال قطعت السماء عرضا ولم يقطع السماء عرضا غيرها وعبدها وخالف قريشة فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى عبادة الله وترك الأوثان قالوا هذا ابن أبي كبشة أي شبهه ومثله في الخلاف كما قالت بني إسرائيل لمريم يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون في الصلاح وهما شعريان إحداهما هذه والشعراء الأخرى هي الغميصاء وهي تقابلها وبينهما المجرة والغميصاء من الذراع المبسوط في جبهة الأسد وتلك في الجوزاء وزين إبليس لعنه الله لآخرين عبادة الملائكة وقالوا هي بنات الله تعالى تعال الله عن ذلك وزين لآخرين عبادة الخيل والبقر وكان السامري من قوم يعبدون البقر فلهذا صاغ عجلا حاشية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان السامري رجلا من أهل باجر وما كان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر في نفسه وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل وكان اسمه موسى بن ظفر وقال قتابه كان من قرية سامر انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة وستين بعد المئة انتهت الحاشية وكان السامري من قوم يعبدون البقر فلهذا صاغ عجلا وجاء في التعبير أن فرعون كان يعبد تيسة وليس في هؤلاء من أعمل فكرة ولستعمل عقله في تدبير ما يفعل نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة ذكر تلبيسه على الجاهلية قال المصنف ذكرنا كيف لبس عليهم في عبادة الأصنام ومن أقبح تلبيسه عليهم في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون البقرة السبعون والمئة المعنى أتتبعونهم أيضا وقد لبس إبليس على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية وأنكروا الخالق وجحدوا البعث وهؤلاء الذين قال الله سبحانه فيهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكناها إلا الدهر الجاثية الرابعة والعشرون وعلى آخرين منهم فأقروا بالخالق لكنهم جحدوا الرسل والبعث وعلى آخرين منهم فزعموا أن الملائكة بنات الله وأمان آخرين منهم إلى مذهب اليهود وآخرين إلى مذهب المجوس وكان في بني تميم منهم زرارة ابن جديس التميمي وابنه حاجب ومن من كان يقر بالخالق والاتداء والإعادة والثواب والعقاب عبد المطلب بن هاشب وزيد بن عمر بن نفيل وقس بن ساعدة وعامر بن الضرب وكان عبد المطلب إذا رأى ظالمة لم تصبه عقوبة قال تالله إن وراء هذه الدار لدارة يجزى فيها المحسن والمسيء ومنهم زهير بن أبي سلمة وهو القائل يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي حاشيا البيت من معلقة زهير المشهورة التي تبدأ بقوله أمن أم أوفى دنة لم تكلمي أما إسلام زهير فيقول عنه الدكتور مفيد قميحة وقد عاش زهير طويلة حتى قال البعض إنه أدرك الإسلام إلا أن أكثر روايات تذكر أن زهيرا مات ولم يدرك الإسلام ويصل في النهاية بعد استعراض حياته إلى أنه يبدو في سيرته وأشعاره واحدا من الذين فكروا في الموت والحياة وأمعنوا النظر في الخلق والوجود وفارقوا نتيجة لذلك دين آبائهم أو شكوا فيه وحاولوا أن يكونوا لأنفسهم معتقدا بعيدا عن معتقد الجاهلية وقريبا من أسباب السماء انظر شرح المعلقات العشر للدكتور مفيد قميحة في الصفحة الحادية والأربعين والمئة والسادسة والأربعين والمئة انتهت الحاشية ثم أسلم ومنهم زيد الفوارس ابن حصن ومنهم القلم القلمسو ابن أمية الكناني حاشية ابن عوف ابو ثمامة آخر من نسأ أي آخر الشهور في الجاهلية وكانت العرب تؤخر أياما من كل سنة ليكون حدها في وقت واحد وكان النسيء يعلن أيام اجتماع الحديد في ميناء تولى إعلانه القلمس وظهر الإسلام فأطل ذلك والقلمس لقبه ومعناه السيد أو الداهية بعيد الغور وهو من الخطباء الوعاظ في الإسلام الأعلام للزركل في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة بعد المائتين وانتهت الحاشية كان يخطب بشناء الكعبة وكانت العرب لا تصدر عن مواسمها حتى يعظها ويوصيها فقال يوما يا معشر العرب أطيعوني ترشدوا قالوا وماذاك قال إنكم تفردتم بآلهة شتى إني لأعلم ما الله بكل هذا راض وأن الله رب هذه الآلهة وإنه لا يحب أن يعبد وحده فنفرت عنه العرب لذلك ولم يسمع مواعظه وكان فيهم قوم يقولون من مات فربطت على قبره دابته وتركت حتى تموت حشر عليها ومن لم يفعل ذلك حشر ماشية ومن من قاله عمر بن زيد الكلبي قال المصنف وأكثر هؤلاء لم يزل على الشرك وإنما تماسك منهم بالتوحيد ورفض الأصنام القليل كقص ابن ساعدة وزيد وما زالت الجاهلية تتدع البدع الكثيرة فمنها النسيء وهو تحريم الشهر الحرام وتحليل الشهر الحرام فهو تحريم الشهر الحلال وتحليل الشهر الحرام وذلك أن العربة كانت قد تمسكت من ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بتحريم الأشهر الأربعة فإذا احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب أخروا تحريمه إلى صفر ثم يحتاجون إلى صفر ثم كذلك حتى تتدافع السنة وإذا حدوا قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومنها توريث الذكر دون الأنفى ومنها أن أحدهم كان إذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس إليه ومنها البحيرة وهي الناقة تلد خمسة أبط فإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء والسائبة من الأنعام كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهر ولا يحلبون لها لبن والوصيلة الشاه التي تلد سبعة أبط فإن كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح وتكون منافعها للرجال دون النساء فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء والحام الفحل ينتج من ظهره عشرة أبط فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه ثم يقولون إن الله عز وجل أمرنا بهذا فذلك معنى قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب المائدة الثالثة بعد المئة ثم الله عز وجل رد عليهم فيما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وفيما أحلوه بقولهم خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الأنعام التاسعة والثلاثون والمئة قال الله تعالى قل أذكرين حرم أم الأنسيين الأنعام الثالثة والأربعون والمئة المعنى إن كان الله تعالى حرم الذكرين فكل الذكور حرام وإن كان حرم الأنسيين فكل الإناث حرام وإن كان حرم ما اجتملت عليه أرحام الأنسيين فإنها تشتمل على الذكور والإناث فيكون كل جنين حرام وزين لهم إبليس قتلى أولادهم فالإنسان منهم يقتل ابنته ويغضو كلبه ومن جملة ما لبس عليهم إبليس أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا أي لو لم يرضى شركنا لحال بيننا وبينه فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر ومشيئة الله تعم الكائنات وأمره لا يعم مراداته فليس لأحد أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر ومذاهبهم السخيفة التي تدعوها كثيرا لا يصلح تضيع الزمان بذكرها ولا هي مما يحتاج إلى تكلف ردها ذكر تلبيس إبليس على جاحد النبوات قال المصنف قد لبس إبليس على البراهمة والهندوس وغيرهم فزين لهم جحد النبوات لأسد طريق ما يصل من الإله حاشية البراهمة قبيلة بالهند يقولون إنهم من ولد برهمة ملك قديم من ملوكهم ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلد لها تقليل السيوف وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات وحجتهم أن الله حكيم وإذا كان يدري أن من بعث إليهم الرسول لا يصدقونه فهذا عبث والعبث منفي عنه فوجب نفي بعث الرسل الفصل بالملل والنحل لابن حزم انتهت الحاشية وقد اختلف أهل الهند فمنهم دهرية ومنهم ثنوية ومنهم على مذاهب البراهمة ومنهم من يعتقد نبوة آدم وإبراهيم فقط وقد حكى أبو محمد النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن قوى من الهند من البراهمة أثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار وزعموا أن رسولهم ملك أتاهم في صورة البشر من غير الكتاب له أربعة أيدي واثنى عشر رأسا من ذلك رأس إنسان ورأس أسد ورأس فرس ورأس فيل ورأس خنزير وغير ذلك من رؤوس الحيوانات وأنه أمرهم بتعظيم النار ونهاهم عن القتل والذبائح إلا ما كان للنار ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر وأباح لهم الزنا وأمرهم أن يعبدوا البقر ومن ارتد منهم ثم رجع حلق رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ثم يذهب فيسجد للبقر فيها ذيانات يضيع الزمان بذكرها قال المصنف وقد ألقى إبليس إلى البراهمة ستة شبهات الشبهة الأولى استبعادوا الطلاع بعضهم على ما خفي عن بعض فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم المؤمنون الثالثة والثلاثون والمعنى وكيف اطلع على ما خفي عنكم وجواب هذه الشبهة أنهم لو ناطقوا العقول لا أجازة اختيار شخص بشخص لخصائص يعلو بها جنسه فيصلح بتلك الخصائص لتلقف الوحي إذ ليس كل أحد يصلح لذلك حاشية لو ناطقوا ناطقه كلمه وقاوله امتهت الحاشية وقد علم الكل أن الله سبحانه وتعالى أركب الأمزجة متفاوتة وأخرج إلى الوجود أدوية تقوم ما يعرض من الفساد البدني فإذا أمد اللبات والأحجار بخواص لإصلاح أبدان خلقت للفناء هاهنا وللبقاء في دار الآخرة لم يبعد أن يخص شخصا من خلقه بالحكمة البالغة والدعاية إليه إصلاحا لمن يفسد في العالم بسوء الأخلاق والأفعال ومعلوم أن المخالفين لا يستنكرون أن يختص أقوام بالحكمة ليسكنوا فورات الطباع الشريرة بالموعظة حاشية الفورات جمع فورة وهي الشدة انتهت الحاشية فكيف ينكرون إن داد البالي سبحانه بعض الناس برسائل ومصالح ووصايا يصلح بها العالم وتطيب به أخلاقهم ويقوم به سياستهم وقد أشار عز وجل إلى ذلك في قوله عز وجل أكان للناس عجب أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس يونس الثانية الشبهة الثانية قالوا هل أرسل ملكة فإن الملائكة إليه أقرب ومن الشك فيهم أبعد والآدميون يحبون الرياسة على جنسهم فيوقع هذا شكا وجواب هذا من ثلاثة أوجه أحدها أن في قوى الملائكة قلب الجبال والصخور فلا يمكن إظهار معجزة تدل على صدقهم لأن المعجزة ما خرقت العادة وهذه عادة الملائكة وإنما المعجزة الظاهرة ما ظهرت على يد بشر ضعيف ليكون دليلا على صدقه والثاني أن الجنس إلى الجنس أميل فصح أن يرسل إليهم من جنسهم لألا ينفروا وليعقلوا عنه ثم تخصص ذلك الجنس بما عجز عنه جنسه دليل على صدقه والثالث أنه ليس في قوى البشر رؤية الملك وإنما الله تعالى يقوي الأنبياء بما يرزقهم من إدراك الملائكة ولهذا قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لينظروا إليه ويأنسوا به ويفهموا عنه ثم قال وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرون أملك هو أم آدمي الشبهة الثالثة قالوا نرى ما تدعيه الأنبياء من علم الغيب والمعجزات وما يلقى إليهم من الوحي يظهر جنسه على الكهنة والسحرة فلم يبقى لنا دليل نفرق به بين الصحيح والفاسد والجواب أن نقول إن الله تبارك وتعالى بيّن الحجج ثم بث الشبهة وكلف العقول الفرق فلا يقدر ساحر أن يحيى ميتة ولا أن يخرج من عصى حية وأما الكهن فقد يصيب ويخطئ بخلاف النبوة التي لا خطأ فيها بوجه الشبهة الرابعة قالوا لا يخلو إما أن تجيئ الأنبياء بما يوافق العقل أو بما يخالفه فإن جاءوا بما يخالفه لم يقبل وإن جاءوا بما يوافقه العقل يغني عنه والجواب أن نقول قد ثبت أن كثيرا من الناس يعجزون عن سياسات الدنيا حتى يحتاجوا إلى متنم كالحكماء والسلاطين فكيف بالأمور الإلهية والأخروية الشبهة الخامسة قالوا قد جهت الشرائع بأشياء ينفر منها العقل فكيف يجوز أن تكون صحيحة من ذلك إيلام الحيوان والجواب أن العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه لبعض فأما إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبقى للعقل اعتراض وبين ذلك أن العقل قد عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا نقص فأوجبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خفي عنه وما تشتبه عليها أمر في فرع لم يجوز أن نحكم على الأصل بالبطلان ثم قد ظهرت حكمة ذلك فإنا نعلم أن الحيوان يفضل على الجماد ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوتي من الفهم والفطمة والقوى النظرية والعملية وحاجة هذا القوي الناطق إلى إبقاء فهمه لا يقوم في إبقاء القوى مقام اللحم شيء ولا يستطرف تناول قوي الضعيف وما فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته وإنما خلق الحيوان البهيم للحيوان الكريم فلو لم يذبح لكثر وضعق به المرعة ومات فيتأذى الحيوان الكريم بجيفته فلم يكن لإيجاده فائدة وأما ألم الذبح فإنه يستر وقد قيل إنه لا يذر أصلا لأن الحساس للألم أغشية الدماغ لأن فيه الأعضاء الحساسة ولذلك إذا أصابها آفة من صرع أو سكته لم يحس الإنسان بألم فإذا قطعت الأوداج سريعة لم يصل ألم الجسم إلى محل الحس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته حشي صحيح مسلم في الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة الرقم 57 وليحد شفرته أي ليشحذ السكين جيدا انتهت الحاشية الشبهة السادسة قالوا ربما يكون أهل الشرائع قد ظفروا بخواص من حجارة وخسب والجواب أن هذا كلام ينبغي أن يستحيى من إيراده فإنه لم يبق شيء من العقاقيل والأحجار إلا وقد وضحت خواصها وأبان سترها فلو ظفر واحد منهم بشيء وأظهر خاصيته لوقع الإنكار من العلماء بتلك الخواص وقالوا ليس هذا منك إنما هذه خاصية في هذا ثم إن المعجزات ليست نوعا واحدا بل هي بين صخرة خرجت منها ناقة وعصى انقلبت حية وحجر تفجر عيون وهذا القرآن الذي له منذ نزل دون ستمائة سنة فالأسماع تدركه والأفكار تتدبره والتحدي به على الدوام ولم يقدر أحد على مدانات سورة منه فأين هذا والخاصة والسحر والشعب ذا قال أبو الوفاء علي بن عقيل رضي الله عنه صبأت قلوب أهل الإلحاد لانتشار كلمة الحق وثبوت الشرائع بين الخلق والانتشار لأوامرها كابن الراواندي ومن شاكله كأب العلاء ثم بعد ذلك لا يرون لقوله النباهة ولا أثر حاشية ابن الراواندي أحد مشاهير الزنادقة كان أبوه يهودية فأظهر الإسلام ويقال إنه حرف التوراه كما عاد ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه وصنف كتابا في الرد على القرآن سماه الدامغ وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمردة وقد رد على هذه الكتب وهرب ابن الراواندي قبحه الله ولجأ إلى اليهودي ابن لاوة ثم مات سنة ثمانين وتسعين ومائتين البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية عشر بعد المئة أما أبو العلاء فهو أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء التنوخي الشاعر المشهور بالزندقة اللغوي صاحب الدواوين والمصنفات أخرج من بغداد طريبة مكث خمسا واربعين سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن ولا شيئا من حيوان مثل البراهمة والفلاسفة يقال إنه اجتمع براهب فشككه في دين الإسلام وقد أورد ابن الجوزي من شعره ما يدل على كفره وأن الله أعمى بصره وبصيرته وكذلك كتابه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات وكتاب لزوم ما لا يلزم توفي سنة تسعين واربعين واربعين البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والسبعون وانتهت الحاشية ثم مع ذلك لا يرون لقوله النباهة ولا أثر بل الجوامع تتدفق زحاما والأذانات تملأ أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به وإنفاق الأموال والأنفس في الحج مع ركوب الأخطار ومعاناة الأسفار ومفارقة الأهل والأولاد فجعل بعضهم يندس في أهل النقل فيضع المفاسد على الأسانيد ويضع السيرة والأخبار وبعضهم يروي ما يقارب المعجزات من ذكر خواص في أحجار وخوارق العادات في بعض البلاد وأخبار عن الغيوب عن كثير من الكهنة والمنجمين ويبالغ في تقرير ذلك حتى قالوا إن سطيحا قال في الخبئ الذي خبئ له حبة بر في إحليل مهر والأسود كان يعظ ويقول الشيء قبل كونه وها هنا اليوم معزمون يكلمون الجنية الذي في باطن المجنون فيكلمهم بما كان ويكون وما شاكل ذلك من الخرافات فمن رأى مثل هذا قال بقلة عقله وقلة تلمحه لقصد هؤلاء الملحدة وهل ما جاءت به النبوات إلا مقارب هذا وليس قول الكاهن حبت بر في إحليل مهر وقد أخفيت كل الإخفاء بأكثر من قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم سورة آل عمران الآية التاسعة والأربعون وهل بقي لهذا وقعا في القلوب وهذا التقويم ينطق بالمنع من الركوب اليوم وهل ترك تلمح هذا إلا النبي والله ما قصدوا بذلك إلا قصدا ظاهرا ولمحوا إلا لمحا جليا فقالوا تعالوا نكثر الجولانا في البلاد والأشخاص والنجوم والخواص فلا يخلو مع الكثرة من مصادفة الاتفاق لواحدة من هذا فيصدق بها الكل ويبطل أن يكون ما جاء به الأنبياء خرقا للعادات ثم دس خوم من الصوفية أن فلانا أهوى بإنائه إلى دجلة فانتلأ ذهبا فصار هذا كالعادة بطريق الكرامات من المتصوفين وبطريق العادات في حق المنجمين وبطريق الخواص في حق الطبائعيين وبطريق الكهانة في حق المعزمين والعرافين انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر